والمشكلة أنه كانت الأساتذة اللي كانوا في هذا التخصص عددهم ينعد على الأصاب على يد الوحدة وبالتالي إذا أنا نجوت منه في هذا الترم في هذا الفصل الدراسي حقابله في فصل اللي بعده واللي بعده يعني القصة اجتمعت علي رفضت أني أكمل هذا الاختبار أخذت الورقة ورحت لدكتور قلت له شكراً دكتور انت فزت أنا حنسحب من تخصص وتصدق حنسحب من الجامعة كلها طلعت من المكان نزلت تحت للشارع وطلبت تكسي الجامعة عشان يوصلني بيتي عندي رقم تكسي الجامعة وكان كذا يعني الدمع في عيوني متحجر خلاص شعرت بأن أنا نهزمت أصدقاء مربع رائعين السلام عليكم أنهات من نجار وهذا مربع من ثمانية في حياتنا نلتقي بالكثير من الملهمين ونسمع عشرات القصص العظيمة لكنني متأكد أن ضيفنا اليوم مختلف كثيرا المخترع مهند أبو دية أبو سيف صاحب تجربة أقل ما يقال عنها أنها ملهمة فمن يوم ما صار عنه الفناعش صنع أول ابتكار له من لعبة أطفال ليزداد شغفه بعدها مع الابتكار والاختراع ليبتكر أول غواصة بحرية بصناعة سعودية كرم عليها من الملك عبد الله الله يرحمه بعدها دخل جاملة الملك فهد البترون معادن وتخصص هندسة فضاء وتزوج وكانت الحياة بالنسبة له تبدو مشرقة كما يقول فجأة تعرض لحادث مؤلم فقد فيه بصره وقدمه وتغيرت حياته إلى الأبد الجريدة نشرت الخبر بعنوان حادث مؤلم ينهي مسيرة المخترع مهند أبو دية عن حياته ما بعد الحادث عن تعامل المجتمع معه بعد ما فقد بصره ووقوف زوجته العظيمة وعائلته وإيمانهم به إلى أن أكمل ماجستير ثم الدكتوراه قبل أسابق عن الابتكار واختراع وحلمه أن تكون السعودية من أكثر الدول ابتكارا في العالم ومنصبها الحالي الذي يحقق من خلاله هذا الحلم إن قصة ملهمة حقيقة قل ما تذكره قبل أن نبدأ أحب أشكر رعاة هذه الحلقة شركة صفا وتطبيق محلي تمنى أن يعجبكم هذا اللقاء استمتعوا يعرفها في قصيدة نزلتها في اليوتيوب اسمها همس حالم كالقصيدة الوحيدة اللي نزلتها في اليوتيوب تذكر حافظها؟ حافظها حافظها هي همس حالم نزلتها في اليوتيوب وعرضتها على الوالد الوالد يعني أجازها؟ رماها في وجه بس قلتها في كل أحوالي تعبت عليها كانت بحضور معالي الأمينة العام لمجلس التعاون الخريجي أجيب وعدد من المسؤولين وكذا عمودية كانت؟ أي عمودية؟ موزولة مقفة؟ موزولة مقفة؟ طيب وش الوالد زعلان عليش؟ ما أدري أخجلت في ماذا؟ ما أدري بس يعني أنا لست بشاعر أنا يعني زي ما تقول أضبط قصيدة كذا حط عليها حروف وحط عليها كذا وتطلع موزولة مقفة يعني أنا مهندس فهندست القصيدة صح هذا اللي أزعد الوالد الظاهر لكن الوالد والشعراء بشكل عام ينظرون إلى ما هو أبعد من هذا الشيء إيش هو؟ الله أعلم أنت حتى ما عندك حس بما هو ذاك الشيء ما أعرف خلاص أتجل أنا أصف مع الوالد الحقيقي يعني يبغى المعنى والبلاغة والأشياء والله أنا سويت اللي أقدر عليه بس زي ما تقول يعني فيه واحد شاعر شاعر وفيه شاعر يعني نص شاعر فأنا من النوع على الثاني أنت حتى في كلمة الخريجين تراني أنا أنا محيط فيك من أماكن أنت ما تعرفها ترى لأنني أعرفك قديم الزمن وشفتك الله العديدة أنت ما تدري عنها أبداً في كلمة الخريجين أذكر اللي أنت لقيتها طبعاً لما تخطوشت من جامعة المترول كان فيها شاعر في النهاية تعرف أن الكلمة هذه يعني رفضت لسبب أنه أنا لا أقرأ من ورقة وش دعوه؟ والله فعرضوا هذا لأنه كان فيه مسابقة في الجامعة أنه من اللي يلقي كلمة الخريجين سووا مسابقة أنا طبعاً الكلمة كتبتها قبل المسابقة بسنة وجلست في البيت تدرب عليها لأتوقع زوجتي صارت بديها تقول له هي نايمة ممكن أن تدرب أنا عليها في البيت أنا كنت مصر أنه أنا أقول كلمة الخريجين لأصلي إلى المرحلة أنه أنا أقول أني أشكر كل الطلاب اللي ساعدون أشكر كل الدكاتل أشكر معالي الدكتور خادر السلطان فكانت أفضل طريقة أني ألقي كلمة الخريجين جهست رحت المسابقة أخدت المركز الأول عرضوا أسماء الفائزين على معالي الدكتور خادر السلطان وصلتني هذه المعلومة وكان جنب اسمي إكس فكانوا بيختاروا الشخص الثاني فقالهم الدكتور خادر السلطان ليش حطيته إكس جنب اسم مهند قالوا لأنه مهند بيلقي الكلمة بدون ورقة وهذا غير مقبول في كلمة الخريجين بيحضرها كبار المسؤولين فقام قال لهم معالي الدكتور خادر السلطان هذا قانون إحنا اخترعناه ممكن نكسره لمهند كلمة الخريجين الآن موجودة في اليتيوب عظيم الكلمة فألقيتها بدون ورقة لأنه لي سنة وأنا أتدرب عليها والحمد لله أنها تيسرت الكلمة وإن شاء الله تكون الرسالة وصلت وبما أنك حضرت الكلمة الخريجين فهذا أكبر شرف لي والله لا لا أنا كتب من الحضور وكانت مليمة وكانت حديث الساعة الكلمة بسلوبك كانت سلوب رائع كانت البلاغ رائع اللغة رائعة كان فيها المهاية كان بيت شعر جميل جدا يعني ترى الآن قشعريرة وانا أذكر إلا أنك كنت تقول كنت تقول أشكر جمراء الطلاب أن يعني من كثرة تكاتفنا وكأننا نشترك في وثيقة تخرج واحدة يعني قصيدة هذه وكان فيها كذا الأفتات جميلة الله يصعد شكرك للمدير والقصة اللي حدثت بينكم كانت رائعة شكرك للمدير قلت أنت قلت حتى عائلتين فقلت أشكر عائلتين فتوترنا طب والباقي بالعوائل الأخر قلت عائلة الأهل الجميع ثم عائلة الجميع يعني كانت لا لا كانت رائعة طبعا فيه ناس علقوا وقالوا أنت قاعد تتملق وقاعد تنافق مدير الجامعة وكذا أنا قلت لهم أنا خريج أنا ماشي أنافق ليش يعني إيش مصلحتي مني أنافق وأنا ماشي من الجامعة لكن قلتها فعلا قلت لهم يعني الجامعة والدكتور وما في أحد منهم لمس كلمة الخريجين هيك أنا قلتها بدون أسمح لأي أحد أنه يأثر فيها لا وانت حصل لك موقف يعني مصيري مع مدير الجامعة في ذلك الفترة وأثر على حياتك يعني فحقه لك أنتشكرا يعني حقيقتني والله وأنا برضو لا أتملق فعلا فعلا الموقف هذاك كان له دور كبير في حياتي في حياتي ما أتكلم في الجامعة في حياتي يعني ما أدري ذا القصة صار وقت أن نقولها ما قلتها قبلك ذا القصة دي لكن هذه القصة فعلا يعني كانت لنفسيتي لها أثر مرة كبير يعني أحكي لك عنها أحكي أنا لما نصحيت من الغيبوبة لقيت نفسي بدون رجل ورجل ثاني محروقة ويعني مكسورة أصابعي وجدت نفسي يعني ما أشوف أخصر شعرت بأنه يعني خاصة لما طلع خبر في الصحيفة حادث أليم يكتب نهاية المخترع مهند أبودية شعرت بأنه أنا خلاص انتهيت بس مشكلة ما انتهيت وأنه حطوني في القبر وكذا وخلاص لا حي بس ميت زومبي ما أدري دايش ف كنت أبحاول أسترد ثقتي بنفسي يعني الناس خلاص فقدوا الثقة فيها لكن أنا ما كنت خايف من هذا الشيء كنت خايف أنه أنا أفقد ثقتي بنفسي عليش أنا إنسان واثق بنفسي ألف أشعرني سوبرمان لكن كثرت الضغط الناس علي ذاك الوقت كان أخطر شيء مو الحادثي اللي جاني في جسمي الحادثي اللي جاني في ثقتي بنفسي فقلت أبغى أرجع الجامعة وأبغى أرجع مهندس ترى كلمة مهندس بالنسبة يعني للعائلة وكذا كانوا يفتخروا فيها في كل مكان فأبغى أرجع مهندس أبغى أرجع في جامعة الملك فهد البترول المعادن وأنا بديت فدقيت على أحد الدكاترة في الجامعة الله يسامحه قلت له دكتور هل أقدر أرجع للجامعة قال لي مهند جامعة الملك فهد بترول المعادن صعب أنه يتجاوزوها المبصرين تتجاوزها وأنت كفيف يعني خليك واقعي قفلت هذه المكالمة جلست أبكي يعني أنا ما أبكي كثير لكن جلست أبكي كنت لوحدي في الغرفة ما كان في حد وقتها زوجتي مدر فين راحت أنا كنت لوحدي فشعرت بأنني انتهيت انتهيت فعلا خلاص ثقتي في ذلك صارت صفر اللي صار حصلت لي قصتين القصة الأولى الله يمسيه بالخير ربي أرسل لي شخص اسمه عبدالعزيز السكران أبو فايز قصة برضه يمكن ما حد يعرفها فجأة كذا أمفتح الباب حق الغرفة دخل واحد قال لي ممكن أجلس عندك في الغرفة وبتكلم معاك وقتها خلاص ما هي فارقة معايا الدنيا كلها أشرت له على مقعد قلت له أجلس هنا أنا خلاص عارف أماكن الكراسي في الغرفة قام راح وجلس في المكان أنا أشرت له فيه أشرت له ليش أنا أقول المعلومة هذه لأنك شفت أن هذا الشخص أصلا كفيف فمني أعرف كيف أعرف المقعد اللي أنا شرت له هذا من الغاز الحياة للآن راح وجلس وقال لي أنا ما عرفك ولا أنت تعرفني أنا شخص كفيف جيت أزور واحد هنا وقالوا لي أنه أنت هنا واحد كفيف جديد فبجلس معك فجلس معاي وحكالي كيف أنه الحياة ما أنتهت كيف أنه هو عايش حياته وقال لي ترى أنه أنه عايش حياته ومبسوط ومدرس يدرس المواد حقه ويدرس كمان يعني المواد حق المدرسين الآخرين وقال لي أنا عايش حياتي بكل انبساط وأريحية خليني خليني أعلمك كيف تمسك العصر البيضاء أنا قاعد أقول هذا الشخص إجابه إجابه في هذا الوقت هذا من الله أعطاني العصر البيضاء فكان يعلمني عليه أقول لي ها يلا ها كذا تمسكها أقول له أنا أشوفهم في الأفلام يمسكوها زي كذا يلي أقول ترى إذا أنت توك الآن أعمى تراني أعمى منك ومن أهلك ومسكني العصر أنا خفت بصراحة فمسكني العصر بالطريقة اللي هو قل لي عليها وأنا لسه أذكر في الأفلام بسيكون في مكان ثاني بس لا بشيء وعلمني كيف أمسك العصر وقال لي ترى ترى زي ما قلت لك أنت أمامك حياة جميلة ومليئة بالأشياء الحلوة وقلت له طب إيش إيش طموحك الآن إن أنا اللي أسويه الآن في حياتي وأنا لسه دوبني متزوج قال لي اتزوج الثانية أساد ورح هذه آخر وصية له في حياتي طبعا قابلته هذا الشخص اللي خلاني أتكيف مع حالتي طبعا دقيت عليه بعد ما خلصت الماجستير واتخرجت من الماجستير وقلت له حبيت أشكرك حصلت على رقم جواله أخيرا طرع فيه واحد يعرف من اللي قابلتهم فسلمت عليه وقلت له كل نجاح لي في حياتي بعد هذه القصة تقريبا هي بفضل الله ثم بفضل زيارتك هذيك وسويت كل الأشياء وعشت حياتي قال لي هل تزوجت الثانية قلت له والله لا قال لي أجل ما حققت الأشياء اللي أنا قلت لك عليها فبرضي أنا إلى الآن ما قدرت أنه أنا أرضي الله يذكره بالخير والله يمسي بالخير طبعا القصة الثانية واحد اتصل علي وقال لي مهند ترى أمس كان لقاء مدير الجامعة تذكر لقاءات مدير الجامعة اللي في جامعة الملكة سيجلس مع الطلاب يجلس مع الطلاب وكذا يشرح لهم فكان فواحد من الطلاب والله أكشفت أنه ليه شعبية بصراحة هذه الأيام في الجامعة ما نعرف ليش فالله يجزاهم خير جميعاً فواحد من الطلاب سأل مدير الجامعة إيش مصير حبيبنا مهند كان هذا نص السؤال أنا قاعد أنا أألف طلع فعلا فينا سيحبوني فحبيبنا مهند فقام قال لهم الدكتور مهند أحد طلاب جامعة الملك فهد بترول المعادن ولن يتخرج إلا منها هذه الرسالة جتني والله 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 شعرت زي الموية الباردة اللي جتها لقلبي هل رحت الجامعة على طول؟ لا رحت واتدربت على كل الأشياء حق المكفوفين مع أنه أهلي أبوي أمي كانوا حتى أصدقائي كانوا مراضين أنه أنا أتكيف مع حالتك كفيف كان قولي لي يا مهند خلاص ترى بصرك حيرجع لك ليش 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 تفاول على نفسك وتتدرب على الأشياء المكفوفين أنت كذا تسيء الظن لا ترى بصرك حيرجع لك قلت لهم خلاص أنا بتتدرب على الأشياء المكفوفين إذا رجعي لبصري الحمد لله إذا ما رجعي لبصري ما حقعد أنتظر أحد دربت على الأشياء المكفوفين دربت على كل الأشياء اللي ممكن تساعدني رحت لمدير الجامعة قلت له أنا بأكمل طبعا في كان دكاترا وعمدة وكذا كانوا رافضين فكرة أن أرجع للجامعة ولا لومهم جامعة الملك فادي بترى المعادن عمرها ما قبلت شخص كفيف وحتى تتوقع أنه من أنظمة الجامعة أنها ما تقبل شخص كفيف كونها جامعة تقنية لكني قلت لهم والله بصراحة شوكو النظام لا يقبل طالب كفيف لكني أنا غلطة في النظام أنا دخلت الجامعة وبعد ما دخلت الجامعة فقط بصري ما في قانون في الجامعة يقول إذا الطالب فقط بصره بعد ما دخل للجامعة يفصل فأنا غلطة في النظام تحملوني لا توفروا لي أي شيء أنا أبغى أكمل وأنا حقعد فترة في الجامعة إذا ما أخدت درجات عالية أنا حسحب بنفسي بنفسي وبعد كده عدلوا النظام علشان ما يسير لكم واحد ثاني زي طب قالوا لي خلاص عندنا طلب بلاشي هندسة خليها تخصص ثاني أسهل تقدر تكمل فيه طبعاً ممكن حتعرف أنت من من باقي اللقاء أن أنا إنسان عنيد تم لأ هندسة قالوا لي عمرك شفت مهندس كفيف قلت لهم أيوة أنا دائماً في واحد أول واحد خليناً أنا أول حال يمكن تضبط إن كما تضبط لكن أنا وعدت أهلين يتخرج كمهندس خلوني أكمل كمهندس دخلت الجامعة ويعني ما بأدخلك في قصة الجامعة لأنه فيها أشياء محزنة فيها أشياء مفرحة الحمد لله ألقيت كلمة الخريجين وحضرتها وهذا شرف لي فطبعاً دخلت الجامعة في تخصص هندسة الطيران والفضاء التخصص اللي كنت أنا فيه قبل ما إحصل الحادث للأسف كان عندي مشكلة مع بعض الأساتذة اللي ما كانوا مقتنعين بوجودي في هندسة الطيران والفضاء مرت بصعوبات كنت دائماً الطالب لأقل درجات للأسف يعني كان فيه طبعاً رئيس القسم الله يمسي بالخير كان هو متحمس معايا لكن حماسه ما كان يكفي كان فيه بعض الدكاتر اللي كانوا يعني يخترعوا لي عقبات من وجهة نظري تعبت مرة تعبت قررت في نهاية الفصل الدراسي أني أنا أنسحب من الجامعة كلها وأطلع من الجامعة كلها ما بغير أكمل ربي أرسل لي طالب الطالب هذا أنا أول ما يعني بس أخلي أديك مثال على التحديات اللي في الجامعة عشان تفهموني كويس يعني أنا تحدي حقي في الجامعة كانت الرسومات كطالب كفيف طبعا كاندي تكنيكات كذا عشان أفهم الرسومات كيف أفهمها وخلوا الطلاب يشرحوا لي طبعا طلاب الجامعة كانوا من أروع الناس اللي ساعدوني كان الجامعة وفرت لهم راتب part time علشان يقدروا أنهم يعني يأخذ فلوس عنهم يساعدوني كل الطلاب رفضوا قالوا إحنا نساعد وبدون ما نأخذ فلوس كنت أطلع من أي كلاس ألقى فيه طالب يأخذني يوديني للكلاسة الثانية هل أنا رتبت معاه؟ أبدا ما رتبت معاه حتى ما عرفه ومين أصلا أطلع من المحاضرة ألقى طالب ثاني وصلني للمحاضرة حقيه منهم هذولي؟ واللهي ما أعرف هل رتبت معاهم؟ واللهي ما رتبت معاهم الفضول هو أنك تبي تعرف أكثر وما في سؤال مهب مكانه يعني ليه الأرض تسمت أرض لو تلبت الباحة مية؟ شنو هو أكبر رقم في هاد لكون؟ وإحنا ليه بنوزن الداب بالأيروبة؟ مين حدد اتجاه أقار بالساعة؟ وليش الفضاء دائم عدم؟ الفضول رحلة تأخذك إلى عالم ما لا نعاية وكل ما تعرف أكثر راح تسأل أكثر الشرق ديسكيفوري متى فضولك من تطور البناء إلى أناقة التصميم ورفاهية الخدمات مع تمييز الموقع حلول سكنية مبتكرة ومستدامة مع شركة صفا للاستثمار المزيد في وصف الحلقة يعني معذور في حب الدفعة هذي كنت؟ والله حبيتهم والله ألقت الكم تخرجين لعيونهم شكرا لهم بحجم السماء طبعاً يعني أخذوني الطلاب فأحد الطلاب كان يعني بسقول لك واحد من الاختبارات هذا الاختبار اللي خلاص هذا القشة التي قسمت ظهر البعير كنت في أحد الاختبارات وهو اختبار تعتبر المستوى الأعلى مستوى السينير الفور ليفل خلاص أعلى مستوى في المواد في الجامعة فكان فيه طالب فكان فيه اختبار وأنا كنت حل الاختبار فكان فيه سؤال في الاختبار مكتوب فيه أرسم الرسمة الفلانية وهو أرفق الرسمة هذه في ملحق الاختبار اشتفى من هذا السؤال يطلب منك رسم رسمة معينة ويرفق لك هذه الرسمة في نهاية الاختبار هل تشوف أنه كان متعمد؟ ما عدري أنك تنقص فيه؟ ما عدري بس الطلاب قالوا لي احنا شفنا السؤال هذا فهمنا أن السؤال هذا لك أنت يا موند يعني الدكتور كان في عنده حركة كان مثلا يقول الله يسامحي طبعا أنا أجل كل أساتذتي كل من علمني حرفة أجله مع مكان اللي حصل الله يسامحوا يعني كان مثلا يجي للطلاب يقول لهم يا شباب نتيجة الاختبار كانت المتوسط كان 75 أعلى طالب أخذ 81 وأقل طالب طبعا مهند أخذ 45 ليش قال اسمي الطلاب طبعا كانوا في الدفعة كانوا يزعلوا الطلاب كان يقولوا احنا نرى هذا مو كلامي أنا أرأي الطلاب كان احنا نرى بأن الدكتور كان يتعمد أنه هو يعني يخرجك من التخصص فأنا لم من شفت القصة هذه وشفت أنه حط اختبار وحط فيه سؤال ما أدري هل هذا سؤال يعني أعد رسم الرسمة هذا كيف تطلب من الطلاب يعيد رسم رسمة موجودة في الملحق هذا هذا اختبار أولى ابتدائي مو اختبار مادة يعني رسمة موجودة طبعا طالب اللي معايا اللي كان يكتب لي يقول لي ها خلاص يا مهند أنا أرسم لك يعني أحطها في الاختبار قلت له لا أنا ما أقدر كذا الماد أصلا نفسها مواد هندس الطيران الفضاء صعبة والمشكلة أنه كانت الأساتذة اللي كانوا في هذا التخصص عددهم ينعد على الأصاب على يد الوحدة وبالتالي إذا أنا نجوت منه في هذا الترم في هذا الفصل الدراسي حقابله في فصل اللي بعده واللي بعده يعني القصة اجتمعت علي رفضت أني أكمل هذا الاختبار أخذت الورقة ورحت عند الدكتور قلت له شكرا دكتور انت فزت أنا حنسحب من تخصص وتصدق حنسحب من الجامعة كلها طلعت من 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 المكان نزلت تحت للشارع وطلبت تكسي الجامعة عشان يوصلني بيتي عندي رقم تكسي الجامعة وكان كذا يعني الدمع في عيوني متحجر خلاص شعرت بأنه أنا نهزمت سبحان الله ما أقول لك كيف حسن الظن بالله هو الشيك الذهبي اللي أنا ماشي فيه طرح كل النجاحات اللي أنا سويتها كل المجزات أنا ما أعرف كيف سويت لكن عندي شيك ذهبي هو حديث القدسي أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما يشاء فأنا ماشي مع رب العالمين عمياني جاني واحد من الطلاب والله إلى الآن أنا ما أعرف اسمه إيش وقف لي قال لي مهند أنا أعرف وين طبعا الله يزاكر دكتور خادر سلطان سمح لي أسكن في سكن العوائل اللي في سكن عند سكن الأساتذة عند مطعم مشوار تذكر؟ مرور هاي الرياض هاي الرياض الله فهناك سهولي مع كباب يا السلام أيها بالضبط فأخذت أخذت الطالب هذا خلاني أركب في السيارة حلف عليه أن يوصلني فركبت معاه وأنا زعلان دقاء الطالب هذا كم معاه في الكلاس وشاف القصة فركبت معاه وقل لي مهند أنا بس بقول لك حاجة لا تفكر بنفسك بس لو قرار تنسحب من الجامعة ترى إحنا كطلاب كلما جتنا مشاكل وصعوبات في الجامعة نشوفك وأنت تمشي ما بين المحاضرات نتقوى فيك فلو أنت انسحبت من الجامعة حتأخذ ذنبك وذنبنا كلنا الناس اللي يعني محطين أملنا فيك نزلني عند البيت وأنا لسه ما سألت عن اسمه هذا الطالب خلاني أرجع أفكر بأنني أنا أكمل في الجامعة وسبحان الله جات بعدها دعوة من قسم آخر قسم هندسة الهندسة الصناعية بأنه كان رئيس القسم والدكاتر متحمسين أنهما يستقبلوني في التخصص لما يعرفوا أن أنا أطلع من الجامعة ورحت هناك والله يا حاتم صرت تقريبا في كل الكلاسات تقريبا الهايست أعلى درجة في كل الشعبة لدرجة أنه واحد مدكاتر حسب أن أنا أغش صرت الهايست في كل تقريبا في كل المواد وانتقلت من مرحلة أن أنا أقل طالب درجات إلى أعلى طالب درجات وتخرجت لدرجة أنه معدلي صار بعد الحادث أعلى من معدلي قبل الحادث طبعا البترول اللي ما يعرفت يعني ما فيه أي مجاملة يعني ما فيه أي مجاملة ما فيه أي دف دفع ولا أحد يقدر أصلني أعمل ولا أي دف دفع هذه مستحقة 100% فيعني يعني فالحاصل أنه الحمد لله يعني وعشا كده أنا أقول دايما ناور لا تستسلم ناور غير 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 الخطة خليك ماهر في تغيير الخطط أرجع ريوس خد طريق ثاني طبعا الحمد لله الآن مو زي الزمان كان لازم تشرح للأخوات يعني إيش ريوس الحين الحمد لله صر أبتكد أنهم معارفين يعني شري دعنا لا نزعل الأخوات لا خلاص غلاص دعناهم في لقاءة أخرى فهذا اللقاء يمدينا ما نزعلهم والله أنا توقع كل لقاءات قاعد يزعلهم فالله يسر الأم لا لا إحنا نحب الجميع الحمد لله نعم جميل يعني أنت سحبتنا إلى إلى هذه اللحظة وهي لحظة مهمة أكيد بس أنا بوقفك في هذه اللحظة نبغى نرجع ما قبلها 15 سنة ريوس ثم نصل لها ونكمل نرجع ريوس نرجع ريوس طيب 15 سنة حلو أنت كان عمرك 12 وبدأ معاك الابتكار فحكيني عن مهند اللي كان مبصر كيف بدأ معاك الابتكار في هذه الحالة طيب خليني أرجع قبل كده شوية أنا من طفولتي إنسان يا عشق التحدي التحديات طبعا بدأت من البداية أنا طبعا عشت في بدايتي في حي شعبي تعرف جنوب جدة ما في دعا أشرح لك وطبعا حياة بسيطة شعبية طبعا الحين الحين مشكلة عندي مشكلة الآن أنا صعب أوري عيالي سيف وسما يعني إيش حي شعبي متواضع جدا 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 لأنه الآن هدوه خلاص الحين بأخذ عن عيالي وأوريهم وأقول لهم شوفوا أنا كنت ساكن في هذا الحي الفقير يقوم يشوفون أوبرا ومدينة مائية ومطاعم ستيك وسوشي يقولوا والله يعني ما كان وما جيد بصراحة يعني ما كان حي كور خلاص هدوه الحين ما عد ما عد فيه إمكانية نشرح لهم القصة هذه بس عمد الله يعني أنت أكيد عارف القصة قبل ما ينهد الحي كان المشكلة هناك يعني ما قل لكن والله كنت يعني تحدي وكنت أجوع وما آكل لا 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 الحمد لله كان يعني الحياة مستورة وكذا لكن كان المشكلة هناك سقف الطموحات يعني أذكر أذكر مرة فأشر لي على سيارة كدلك طرح كدلك كان تدخل الحي هذاك أعتبر زي الرويز رويز في الحياة النرجس فكان يعني تدخل كدلك فكان يقول أنا حلمي في الحياة يتكون عندي هذه السيارة بس فقط انتهينا نقطة آخر سطر وأنا أجيك واحد هناك كذا واحد نحيف وأسنانه بارزة كذا ويجي يقول والله أنا أبغى غير العالم هكذا فكنت أبغى أسير مختلف جدا فكان في بال أنه أكثر شي يخليك مختلف هو أنك تكون يعني أنك تكون مبتكر مخترع ما كنت أعرف يعني إيش مخترع بالتفصيل لكن أشوف مخترعين في الأفلام الكرتون أو أبس المخترع زي هذول وهنا يبدأ معاك الطموح لكن إذا الطموح ما كان فيه وسائل لتنفيذه يعني هيكون مرة صعبة قررت أني أسير مخترع يلا أبغى أروح المكتبة أخذ كتاب عن الاختراع ما في أي كتاب لتعلم الاختراع المدرسة أقول لهم يلا أبغى أسير مخترع ويجيك المدرس يقول لك والله لو أنت الواحد يا إما يولد مخترع أو ما هو مخترع هو الآن كذا ارتاح أنا ما ارتحت طب كيف أعرف هل أنا ولد مخترع هل تطلع علامة كذا في الرأس إذا كان هو مخترع ولا لا ما أدري وما كان في وقتها مؤسسة موهبة ولا أشياء فكان طريقة وحيدة أنه أنا أتعلم أني أتعلم من الاختراعات الموجودة يعني إيش يعني أقوم أخذ الأجهزة اللي في البيت وأفككها أفككها قطعة قطعة يعني شغل نظيف أفهم يا كيف تشتغل وأقوم بعد كذا أرجعها قطعة قطعة برضو شغل نظيف المشكلة الوحيدة أنه بعد ما أرجعها مئة بالمئة ما تشتغل ليش؟ ما أدري فطبعا يعني أنا كنت كنت أقول للوالد يعني أي شيء أنا خربته أوعدك بأني أرجعك منجز من المنجزات ويعني الحمد لله قاعد أسدد طبعا الوالد يتهمني بالتلفزيون اللي في الصالة لكن للأمانة أنا ما لمسته هو خرب لوحده طبعا كل الشبهات تيجي عليه أنا أكيد ما ألومهم لكن بالله أنا ما خربته هو كان في الأجندة أنا كنت بروح للوصل لكن هو قرر أنه ينهي حياته لوحده فهذه الطريقة كان في تعلم الابتكار بعد كده دخلت دخلت في تحديات طبعا أنا كنت كنت في المدرسة في الابتدائية وفي المتوسطة كنت أتأتع في الكلام ما قدر أجمع كلمات لوحده أتأتع في الكلام وكان طبعا الطلاب يعني يسخرون مني فقررت قرار عجيب أني أواجهت تحدي فكان حتى واحد من الطلاب أول ما جيته للمتوسطة أنا طبعا كنت أدرس الابتدائية في جدة والوالد الله يجزى خير كنت في حي بسيط كان يوديني أفضل مدرسة حكومية كانت تقريبا بعيدة عن بيتي فكان يعني يقدر موضوع التعليم كثير الله يمسي بالخير فكان المتوسطة كنت بحاول أنه في المتوسطة أني ما أتأتع بحاول أني ما أتكلم علشان ما أحد أنا كفاية السخرية اللي كانت في الابتدائية فما كنت أبغى أحد يسخر مني في المتوسطة هنا في الرياض جيت فعنا أتكلم معهم بالحماس كان لازم تطلع فأطلعت التأتع فكانوا يقولولي أوه أنت التأتع فهنا اتخذت رد فعل عجيب قلت لهم والله للأمانة أنا عادة في الصباح أبأبئ وفي الظهر أمأمئ أتأتي بس في الليل فقررت بدل ما أخليهم يضحكوا علي أنا أضحكهم علي فهنا قررت أني أواجه التحدي بدل ما أهرب منه طبعا أول ابتكار كان لي ما بين المتوسطة خلي نقول بلاش أول ابتكار خلي نقول أول ابتكار ظهر للناس أن كنت أبتكر بطريقة خفية ما بالناس أضحكوا علي فكان ممكن بين الابتدائي والمتوسطة ألم أم لا إيش كان والله خلينا نقول أول ابتكار بلاشي بلاشي أتكلم عنه بدون بطريق بلع عشان ما تقول يعني لا لا حكيني حكيني حنا نتفقد لبن نكب العفش اليوم ماذا تعوى نكب العفش والله هذا العفش كبير يلا عظيم خلينا أقول لك أنا طبعا لما نرحت في الإجازة اللي ما بين الابتدائي والمتوسط رحت جيزان ومسقط رأسي في محافظة اسمها ضمد يلا يمسيهم بالخير جميعا فكان في مركز صيفي هناك فالمركز الصيفي كان فيه قاله فيه مسابقة الابتكارات العلمية قلت والله إيش هذي رحت شوفهم كان باقي أصلا عليها يعني يوم يومين كذا على التحكيم فرحت هناك فكان فيها يعني ابتكارات كذا أسلاك وكذا زي اللي أنا سويها في البيت قلت والله فكرة خلينا شارك هناك كان فيه واحد طبعا كان كلهم من المشاركين طلاب ثانوية وجامعة وأنا زي ما أنت عارف طالع من ابتدائي للمتوسطة وكان فيه واحد مسوي ابتكار عبارة عن كرة منورة وحوليها الدور تسعة كور صغار قاله إيش مجموعة الشمسية قلت والله قلت لما شاء الله من فين جبت المحرك اللي جوه في الهذي سؤال تيكنيكا المرة من فين جبت المحرك اللي جوه تعاف طبعا طلاب الثانوية يشوفون طلاب اللي ابتدائي إيش نمل قمة قمة يعني التصغير لطلاب التدائي فقل لي هذا اختراعات هذا ابتكارات هذه أشياء حقدر كبر شخصان أنا هنا اشتغل عندي الأرق حق التحدي قلت والله إلا أسوي شيء وأروح أتكف كذا في البيت وأرجع لهم بعدين كذا بكذا كرتون أندومي طبعا أنا ما قاعد أسوق لأي أحد فده إذا عندوم يفده ما في مشكلة عادي يجوز ها والله لحمك تافنا فكرتون جبته كذا وكان يدخل كفي فتحة كذا تدخل فيه كاسة وتصفق يقوم تنصب في الفتحة هذه يعني شاي إلا أن تمتلي الفتحة أو تمتلي العذران الكاسة ويوقف فقط من خلال التصفيق طبعا ومبسطوا على هذه وفزتوا وقالوا طلعت كذا خبر في الجريدة أخذوا لي كذا الصورة غلط وحطوها كذا في الجريدة مكتوب عليها مهند أبو دية معجزة الإلكترونيات رغم أنه على وقتها أنا ما كنت تعرف الفرق بين السالب والموجب لكن الحمد لله ها مش يات ممكن كان شيء يضحك طبعا لك إيش كان جوه إيش كان جوه الكرتون الأندومي هذا فإيش توقع يعني مدري يعني حساس صوت يفتح مدري يفتح صب مدري هذا البريق اللي من فوق مدري يقول لي طيب أنا كنت أبغى شيء يتحرك بالصوت حلو طيب ما كنت تعرف حركة حساس الصوت والإلكترونيات والأشياء هذه أنا دائما طريقتي في الابتكار وقتها كنت أخذ أجهزة أو قطع من الألعاب وأركبها في أي حاجة ثانية فرحت عن محل الألعاب كان هو بنسبة لي محل المستلزمات رحت محل الألعاب وأبغى شيء كذا أبغى فجأة أو أشوف لك واحد أشوف لك لعبك كان في لعبة زمان يعرفوها الناس اللي اللي وقتها كانوا يعني كان في كذا شمبانزي كذا غوريلا صفق له يقوم يرقص كذا ماكرينة 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 طيب هذا شمبانزي تصفق له يقوم يرقص قلت بس سالة اللعاب اشتريته طبعا هذا الشمبانزي طبعا قصيت الماكرينة سبيكر حقه وأخذته ودخلته يعني في الصندوق وبدل ما هو يقدر يرقص يسوي حركات ما له داعي علمت علوم الرجاجيل يصب شاي وقهوة هذا أنت يعني أنت دائما تسوي حلقات عن الرجولة والمرجلة وهذه أنا مرجلت الشمبانزي فخليته يصب شاي وقهوة وطبع خليته طبعا خليته كذا شاي قرورة مويا في داخلها شاي وهي مخرمة من كل النواحي وتحتها قمع فلما يرقص كذا شاي لهذه فيكب يمين ويسار فتجي في القمع فتعب الكاسة شوية وزنية تخلي الكاسة تتعبى وخلاص بش هذا كم عمرك كان بتجاي؟ طالع من أول من سادسة ابتدائي إلى أولى متوسط عجيب تقريبا كم عمره يعني ممكن 12 12 سنة زي ما قلت 12 سنة تقريبا بدأت والتحدي بعد تحدي يعني كان فيه تحدي التعلم والابتكار طبعا ما ليش بقطعك هنا يعني هذا الابتكار إذا خرج في الجراد وكذا احنا الناس اللي غير مخترعين نطقطق عليه يعني نقول مخترع سعودي طاف صح من طاف الحرم مدري ايه فهو وين اهميته الواحد عمره 12 كل الابتكارات في بدايتها يعني كان الناس اضحكوني عليها تعرف أحد الابتكارات اللي انضحك عليها كان فيه أحد الأفلام في السبعينات ناس اسم الفيلم والله كانوا جايبين السيارات تمشي بدون ما أحد يسوقها شفت المسخرة هذي سيارات تمشي بدون ما أحد يسوقها ما اضحكها ما اضحكها الناس ضحكوا عليها قالوا شاطح شاطح الشخص اللي سوى الفيلم هذا سيارات تمشي بدون ما أحد يسوقها شفت المسخرة شفت المسخرة لا لا تبضح أكثر كان فيه رواية في عام 1900 وتوقع في الخمسينات ذلك خمسينات واحد سوى رواية كان ايش جايب جايب أنه الأبطال عندهم ألواح زجاجية يتواصلوا فيها مع أشخاص في أماكن ثانية وهذا الألواح تظهر معلومات وهو يضغط عليها في نفس اللوح حق القزاز ويعني يحرك أشياء يتحكم بأشياء من داخل اللوحة القزاز هذا تبقى تضحك أكثر في القرن اللي قبله كانوا جايبين واحد كاتب رواية أنه الناس يصير عندهم العملة عبارة عبارة عن بطاقة يمشي بها معاه ويستخدمها في أنه يشتري ويبيع بطاقة واحدة يشيلها معاه تشايف الشيء اللي أنا بحاولها وصل له الأشياء اللي إحنا الآن هي حياتنا كانت ضحك في البداية ويعني وإذا سخر الناس من أفكارك فإنت تمشي بالطريقة صح إذا قالوا أنت مجنون فقد وصلت فهذه هذه هذه الأشياء يعني طبيعي طبيعي أن الواحد يصخر من الأشياء اللي وطبعا يعني القصص كثيرة في التاريخ في الناس اللي يصخرون من الأشياء الجديدة اللي بعد كذا صاروا أول الناس اللي يعني يصفون طابور عليها اخترعت مجموعة أشياء في ذلك الفترة إلى أن وصلت الغواصة وهو الاختراع اللي كرمك الملك عبدالله اللي يرحمه عليه حكينا عن الغواصة وإيش كانت فكارتها أظهما سبحان الله أفكار الغواصة جتني في وقت مرة كان صعب تحدي برضو كان يعني ممكن ما حد كثير يعرفه أنا كان عندي طموح في ثالث ثنوي أنه أنا أطلع ابتعاث وقتها كان قبل البرامج اللي ابتعاثوا كذا وكان اللي يبتعاثوا بقلة القلة في الترمة الأول في الفصل الدراسي الأول من ثالث ثنوي أخذت مئة بالمئة في الفصل الدراسي الثاني كون كنت على وشك أخذ مئة بالمئة لكن قبل نهاية الفصل الدراسي فجأة لقيت نفسي في الحجر الصحي الناس لابسين كمامات ويقفلوا علي الباب وما أحد مسموح لأنه يقابلني ليش اكشفنا أنه معاك مرض السل ما كانت القصة سهلة بالنسبة لي أنه ألقى الناس يقابلوني من طبعا قبل ما أفقد بصري الناس يقابلوني من بعيد وأشرولي من بعيد ولا خايفين يقربوا مني يمكن الناس الآن مع قصة الكورونا تعلموا أشياء بهذا الطريق لكن ذاك الوقت كان شيء صعب وبالتالي كنت أختبر بالكمامة ويعني قصص طويلة فاتني موضوع الابتعاث لكن هذا العزلة سبحان الله اللي قعدت فيها في المستشفى أعطتني إلهامات قلت بما أني جالس جالس لوحدي ما في حد يزعجني فخليني أنظر إلى الجانب الملآن من الكوب الجملة اللي كرها الجميع فكانت من ضمن الأشياء أنه يعني فكرت بموضوع الغواصة والأشياء هذه بعد ما طلعت من المستشفى وكل شيء يعني سبحان الله كانت خيرة أن أنا مات تعثت ورحت جامعة الملك فات بترون معادن أعظم جامعة في العالم فبدأت أشتغل على الفكرة هذه أكثر وكثر وكثر اليوم وصلت للتصميم للتصميم الغواصة وبعدين يعني جاءت الوقت اللي كرمت فيها من خادم حمين الشريفين سيدي الملك عبد الله رحمة الله عليه وطيب الله ثراه وعد قصة المقافلة كانت مضحكة أول مرة طبعا أوصل لمقابلة زي كذا كان رحت طبعا كان هو الله يرحمه كان في زيارة لمنطقة زيارة تاريخية لمنطقة جازان وحبوا هما أنه أقابل يعني أنه يقابل يعني بعض الشخصيات من أهل المنطقة فرحت رحت القصر هناك وما كان طبعا سويت نموذج من الغواصة عشان أهدي وسميتها سقرة العروبة أحد الأنقاب اللي كانت تطلق على خادم الحرمين فكنت دخلت كذا ومعاي النموذج وأنا لسه كذا من يفهم إيش السالفة وكان في روحة وجاية وأشوف بعض الأصحاب المعالي اللي يشوفهم في التلفزيون في نشرة الأخبار وأشوف أصحاب السمو وأنا وصلت لمرحلة أنه من يعارف هل أنا في حلم هل أنا في ماسكد كذا ومن يعارف إيش مفرض أن أسوي فجأة كذا ندفيت ولا أنا أمام خادم الحرمين أنا أطالع فيه وهو يطالع فيني هو ما عارف أنا إيش اللي بقول وأنا من يعارف إيش بقول أصلا فأذكر الوالد كان موجود وكسر الصمت الوالد طبعا مذيع في تلفزيون فيعرف يتكلم في حضرة الشخصيات الكبيرة فقال هذا ولدنا مهند أبو دية عنده اختراع فكانت الإجابة من خادم حرمين يعني غريبة قال الحين مين اللي اختراعه أنت ولا هو أبويا قال هو قام قال خلاص جبوه خليه يتكلم أنا هنا تشجعت فانطلق لساني والله والله هذي غواصة وكذا 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 يعني استمتع بالشرح فقال لك الكلمات مفادها يعني السعودية تفخر بوجودك ضمنها كلمات ما أنسها إلى الآن وفجأة كذا حصلت زحمة وكذا وليقيت نفسي في الشارع كيف مين اللي قص المشاهد اللي في النص ما أدري فجأة كنت نفسي في الشارع طبعا بس يعني بس ما عندي مشكلة خلاص أنا مبسوط الحمد لله وعلى فكرة في هذه الفترة بعد ما حصلت المقابلة وطلعت في التلفزيون وكذا خلاص صرت عندنا في المحافظة في ضمد رمز رمز من الرموز فقلت فهذه فرصة لن تتكرر رحت وخطبت آه دخل كذا بالسمعة رحت وخطبت يعني والحمد لله مشهت على خير فهذه كانت من الحركات الذكية القليلة اللي في حياتي يعني معظم حركاتي كانت غبية جدا الاختراعات وكان لها يعني نتائج غير سارة جميل حلو فالآن انت خطبت في أول سنة من الجامعة قبلت الملك الأمور طيبة الحياة جميلة الوفق يبدو سعيدا بالضبط شعرت وقتها انه انتهت التحديات خلاص في حياتي وجاء الحادث أيوه حكيني كان مخبأ لي تحدي كبير كبير من السوبر سايز تحدي بعد سبوعين من زواجك صحيح في شهر العسل أيوه تعطرت السيارة حكيني طيب يعني طبعا أنا يعني فترة زواجي كانت فترة بالنسبة لي ذهبية وطلعت في التلفزيون وفي أمبسي في أسبوع وذيك الفترة يعني مقابلة خاد محرمين وشعرت بأنه خلاص وبس كذا كان في حتى معرض الابتكار السعودي 2008 أكبر معرض بهذاك الحجم في الفور سيزن في برج المملكة وكنت أصغر واحد يتحدث في المؤتمر المصاحب وخلاص السوبرمان طلع فعلا سوبرمان حتى من كثرة الحماس الله يمسيها بالخير أم سيف لما انتزوجت بعدها بيومين دخلت أنا وياها في المعرض وصارت هي تشرحها ابتكارات مسكينة والله تشرح الابتكارات حقي في المعرض ويعني ابتلشت بالمخترع هذا القيك اللي كان موجود معها فيعني لا والحرم مو ثاني يوم ثالث يوم بعد الزواج يعني يومين خير بركة خلاص خلاص يكفي يلا أشرح اختراعاتي فاللي حصل يعني بعدها بأسبوعين كنت سحبت على الجامعة وهذه جزاء اللي سحب على الجامعة حقه سحبت على الجامعة ورحت في الرياض كنت أبغى أقضي بعض الشغلات الحمد لله في السيارة ما كان في إلا أنا وقتها وسيارة تعطلت وقفتها على جنب وقررت أنه أنا يعني أضبط موية تيريديتر فتحت الغطة حق السيارة من الأمام وجيت فكيت مويتر ديتر كانت مويتر ديتر ساخنة ونصيحة للجميع طبعا إذا مويتر ديتر ساخنة لازم تستنىها تبرد بعدين نصب مويتر ديتر فهمت كيف هذه النصائح على الجنب كذا فأنا أستنى مويتر ديتر أنها هي يعني تبرد دخلت في عالم من الأحلام أحلام غريبة غريبة أطول فترة في حياتي أكون عايش في حلم ومني عارف أطلع منه أكتشفت بعدين دخلت في غيبوبة أسابيع في غيبوبة اللي حصل أنه وقفت سيرت على جنب أحد الشباب الطائشين الله يسامحوا ويهديه ويوفقوا وينما كان كان يمشي بالسيارة يمين ويسار يمين ويسار وبعدين أنا شاف باس كان معاه سيارة طبعا VXR شاف باس فحب أنه يعدي الباس يخش في الطوارئ يعدي الباس والباس كان مغطي عليها فدخل بأقصى سرعة في الطوارئ في خط الطوارئ شاف يعني يتفاجأ بسيارتي ضربها من وراء وأنا كنت أنتظر أنها تبرد من قدام فأنا اندهست بسيارتي وانكبت مويتر ديتر الحارة على رجل اليسار فانحرقت رجل اليسار وطبعا رجل اليمين بجريمة طبية بترت رجل اليمين ما كفرضنا تبتر فحصل بعد كذا أنه صحيت بالغيبوبة وأنا ما أشوف يعني مربط من كل الأماكن ما تذكر الحادث؟ لا ما أذكر الحادث كنت انتظر ودخلت في كنت آخر شيء ذكر أن أنا كنت مستنى المويتر ديتر أتبرد صحيت أسأل الحوالية أنا إيش حصل لي أنا إيش القصة كل واحد كان يصرف الموضوع ما كان حب راضي أن يكون هو اللي يقول لي إيش صار فكان يهربون مني إلي أن طبعا جاء واحد يعني طبيب أو ممرض من إحدى الجنسيات العربية وأعطاني إياها يا حاتم كاش بأكثر طريقة جلفة ممكنة عش كذا أقول لأهلي لو أنكم قلتوا لي إياها كان أحسن فكنت أقول له والله كيف قاله كنت أقول له خبرت إيش أخبر يعني إيش مشكلة في رجلي اليمين قال إيه بترناها ودفناها تخيل هذه بس عينة من الكلام اللي قاله فقلت طبعا ربي طبعا معنه معنه الدكتور المشرف على حالتي كذا الدكتور كندي كان يقول لهم هذا الشخص لو صحي يحتاج إلى علاج نفسي مكثف أنا خاف لو صحي يسوي شيء في نفسه هو بداعا على تجربته في كندا وكذا يعني سبحان الله ليست بقوتي ولا بطاقتي ولا بجبروتي هو كله توفيق من الله صحيت وأنا راضي جدا صحيت وأنا يمكن أكثر الأكثر اللي كانوا موجودين مني متأثر ليش الله أعلم فصحيت وأنا عارف أنه سبحان الله كان دايما عندي شعور ولا زال عندي هذا الشعور بأنه أي مصيبة أي شيء يحصل لي فيه شيء حلو حيعادل في المستقبل إيش هو الله أعلم متة حيجي الله أعلم بس كنت متأكد أنه هذا شيء بحصل ولم يخذلني ربي في أي وحدة من هذه الأشياء فظن حسن ظن بالله كان هو اللي معايا فلكن كان فيه عدة تحديات يعني اللي جاني موضوع التحدي يعني كان عندي تحديات قبل الحادث لكن بعد الحادث صرت عندي تحديات على مستوى الهارد يعرفوها ممكن حقين البلاي ستيشن وهذه تحدياتي على مستوى الهارد صارت بكج كامل من التحديات تحديات مالية ومهنية تحديات دراسية وتحديات اجتماعية وخط أحمر تحت التحديات الاجتماعية ليش؟ تحديات الاجتماعية تصيب قلبك على طول تحديات المالية والإدراسية يعني تحديات تصيب حياتك من بعيد شوية لكن تحديات خلينا أقول لك يعني أديك مثال يعني تخيل نفسك مكان ومسيف لسه عروسة وتلقى نفسها قدام حقها العريس اللي ملوه هدومه وقد صار ما يقدر يمشي ما يقدر يشوف ما عنده وظيفة مصدر دخل وغالباً ما هيقدر يكمل الجامعة أنا إلى الآن مستغرب كيف قدرتنا تكمل معايا وإن شاء الله أنها تكون يعني هي راهنت عليها كيف كيف حكينا عن المرحلة هذيك مع أم سيف كيف كان ردة فعلها كيف تعاملت مع الموقف والله أنا نفسي ما أعرف يعني أقول لك أنا نفسي ما أعرف هي ما شاء الله تبتت معايا وبقيت معايا رغم أنه أكيد يعني القصة ما كانت سهلة وهي تشوف شخص بهذا الشكل بهذا الوضع وما ألومها لو كانت اتخذت قرار أنها ما تكمل معايا أنا ما ألومها أنا فاهم حالتي فاهم وضعي لا نلعب على بعض أنا ذاك الوقت كنت يعني عندي تذكرة مؤكدة أني أكون عالة نقول خلي نقول الكلمات زي ما هي ما 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 مني رجع وقتها يعني الناس كانوا يجون يعني أتكلم على يعني أنا أديك مثال أديك مثال أخذتني زوجتي بالكرسي المتحرك أنه أخذتها بالكرسي المتحرك كلام معايا طرف صناعي أقدر أمشي وكذا فكنت وقتها بكرسي المتحرك وزوجتي كانت تمشيني في الحديقة حق المستشفى الحرص الوطني اللي أنا كنت وقتها فيه لما صحيت من الغيبوبة مستشفى الحرص الوطني اللي فيه خشم العان هنا في الرياض فاتمشيني في الحديقة فجأة جاءت وحدة وقالت الحين هذا زوجك قاتلها أيوة قالت لا حول ولا قوتل بالله الله يعينك الله يعينك والله لسه صغير لا حول قوت والله أنك مسكينة الله يعينك الله يعينك أنا وقتها كنت على الكرسي المتحرك عاجز عن الكلام أشعر بشلل في لساني وحنجرتي أشعر كأنه واحد قاعد يدخل وتد في قلبي أنا وقتك شفت ذاك الوقت إن أنا لست معاق أنا عالة الواحد ينتظرني إلين أموت عشان يرتح مني لم من زوجتي زهلت يعني أنا ما كنت ناقص واحد زي كذا يقولها بهذا الصراحة أنا كنت عارف الحقيقة هي ما قالت شي غلط لكن ما كنت ودينا تحصل بهذا الصراحة في هذا الموقف بهذا الشكل طبعا هي جدت يعني حب حبة إن هي تغير الجو وقامت يعني حست إن هي قست علينا فقامت تصلح الأمور ويا ليتها ما حاولت تصلح الأمور قالت بس صدقين هذا أحسن من هذول يحقين المخدرات حقين الجرائم وكذا يعني ما عليش يعني هذه يعني كوميديا مظلمة والحياة مليئة بالكوميديا المظلمة دائما تضحك علينا الحياة فخلينا شوي نضحك عليها فما عندك مشكلة أنك تضحك على الأشياء هذه أنا أضحك أحيانا أحمد الله يعني في ناس هل وصلت يعني في ناس في ناس أسوأ مني الحمد لله يعني حقين المجرمين في حقين المجرمين يذبحون زوجاتهم يعني في يذبحون زوجاتهم أنا ما ذبحت زوجاتي أو زوجتي بلا صح يعني الحمد لله فوقتها هذه كانت أسوأ علية من الفيكسار اللي دهستني لأن خلتني أشعر بأني ولا شي حتى مو لا شي سالب بالسالب فصارت طموحي في الحياة أنه أنا أثبت لزوجتي أنها راهنت على الخيل الرابحة ولا زلت وسأظل إلى آخر عمري أحاول أوصل أنه أنا أثبت لزوجتي أن هي راهنت على أنه رهانها علية كان صح هل سأوصل لهذا الشيء؟ ربما يمكن يمكن لا هل في هذه المرحلة يعني بدرت باقتراح أنك تقول لها خلاص الله يستر عليك يعني كيف كانت في هذه المرحلة ما كان عندي الشجاعة أنه أنا أقول الكلام هذا كان متوقع لكن ما ما كنت أبغى أنه أنا أتخذ هذا القرار بنفسي قرار صعب قرار صعب جدا لكني في هذا لكني قررت أنه أنا أتخذ طريق ثاني أنه أنا أثبت أنه أنا أقدر أرجع زي أول هل هذا ممكن؟ كنت أحاول وكيف عاونتك في السنة الأولى؟ في السنة الأولى عاونتني يعني كانت تتظاهر بأنه أنا لسه زي ما كنت أن أنا كويس وموري تمام ما حصل شيء أنت نفس الأولاني كذبة حلوة فأن أنا لسه نفس الأولاني فبدأت أصدق الكذبة هذه وبدأت أحاول أنه أنا أثبت العكس أرجع للجامعة وهذا سبب أنه أنا أصريت أني أكمل كمهندس رغم أن هذا القرار كم مرة صعب كنت يعني ما يعني طبعا جوني كده ناس من القبيلة جزاهم الله خير وقالوا لي يا مهند لا تخاف أقعد في البيت وإحنا نصرف عليك أنت وزوجتك هم الحين فرضي فرحوني أنا كنت من جوز أعلان ما كنت أبأكمل بهذا الطريقة فإيش سويت طبعا حاولت أدور على وظيفة لكن خليكم واقعين ما أحد مستعد يوظفني هذا قبل التخرج أو آن بعد لا قبل التخرج آه قبل أتكمل والله قبل التخرج وبعد التخرج أنا كان ممكن تعرفوا الشاعر المليون زياد بالنحيط الله يمسي بالخير أبو طارق قابلته في أحد المناسبات فكان يقول لي مهند كل الناس يحبوك أنا أغبطك قلت له يا أبو طارق أنا أقدر أقدر ألقى ألف واحد مستعد يصفقلي بس ما أقدر ألقى واحد مستعد يوظفني فكنت ما لقيت أحد مستعد يوظفني حتى تعرف أنه طبعا لقيت الوظيفة الوحيدة اللي لقيتها أنه أكون موظف سنترال يعني وظيفة كانت مجاملة ولكن أنا ما كنت أبوه هذه الوظيفة فإيش قررت قررت أوظف نفسي كوقت هتوها بادية حاضنة بادر تبع مدينة الملك عبد العزيز العلم التقنية رحت الحاضنة هذه والله يجزونه من خير يمكن تعاطفا معايا يطلب أبوه بس غرفة وأفتح بيزنس فتحت بيزنس واستغليت معرفتي في الابتكار وبدأت فتحت مركز تدريب كان اسمه المركز السعودي لثقافة الاختراع وبعد كذا تحول إلى مركز استرلاب لتدريب المبتكرين بدأت في البداية أدرب أسوي تدريب لنفسهم أول ناس دربتهم كان موظفي بادر ومجاني انبسطوا أعطوني أول دورة تدريبية بثمن بخص أقدم لهم بفلوس بس صح أن ثمن ما كان كبير لكن هذا كان أول فلوس أول إيراد وخطوة خطوة 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 إلى أن تصلت لمرحلة أني أسير أسوي عقود مع حكومات دول الخليج مع مجلس الاستعاون الخليجي مع الأمم المتحدة فهذه كانت خطوة خطوة كيف سويتها توفيق رب العالمين لا أدعي أنه هذه كانت مهارة مني أبدا خلينا نرجع للتحديات الاجتماعية كان طبعا تحدي الناس كانوا يعني يعني يعطوني انطباع بأنه أنت انتهيت أذكر أذكر فيه واحد يعني نفسي أجيله الآن وأدي له كف أبشربه واحد هو عارف نفسه في سهم شيء زارني طبعا أنا للأسف الله يجزونه بخير زاروني عدد من المسؤولين الكبار وأنا في الأول بصحة من الغيبوبة لأنه الخبر حقي كان منتشر في الجرائد والصحف وقتها فزاروني كبار المسؤولين مشكلة زاروني وأنا دوبني وأنا عندي جرعات كبيرة من المورفين مسكنات الألم ها؟ مسكنات الألم الشديدة أيوه يعني فكان وقتها أنا زاروني كبار المسؤولين فكنت وقتها مدروخ شوي فعالم ثاني طيب مدروخ جدا لما بدأت أفوق زاروني الناس الغثيثين كان ودي العكس فإن تقالية فيعني كنت أهدي مع المسؤولين وكنت صاحي مع صاحي مع الغثيثين فواحد منهم سألني بالله مهند إيه شعورك الآن وأنت معاق مدري هلو هل كان مضحك القصة ما أعرف أنا صدمت فقلت والله أنتظر أنتظر عليها المعاق هو الشخص الذي يعني يعاق أنه يسوي الأشياء اللي هو يبغاه أصبر عليها ممكن ما أصير معاق فكان هذه النظرة الاجتماعية قاعدت أحاول أرجع أثبت ثقتي بالناس طبعا بعد كذا الحمد لله كملت حياتي وعجاب بعدين أجوني العيال الله يجزاهم يعني يذكرهم بالخير يمسيهم بالخير سيف وسما وطبعا قبلهم كان مجد ورب توفاها فسيف وسما يعني عاشوا معايا كذا وأنا من أعرف طبعا عاشوا معايا في البداية وهم صغار ما كانوا عارفين أن أنا كفيف يعني ما عارفين كيف يستعبون أن أنا كفيف خاصة أن عيوني زي ما أنت شايف عيوني شكلها سليمة وعلى فكرة ما في أي مستشفى في العالم عارف أنا ليش كفيف فلكن يعني شي له علاقة بالحادث ما أدريش هو خلاصة الموضوع فسيف وسما يعني كان دائما كذا لما يوصلوا أقول لهم متى لم يوصل عمرهم للأربع خمس سنوات أجلس معاهم كذا وحركات الأفلام يا ابني أنا أحب أقول لك حاجة سر أنا ما أقول لك يا من زمان لا لا ابني مو كنز أنا كفيف فأنا ما أشوف فيجلسوا كذا يعطوها كذا لحظة كذا صمت وحزن كذا بسيطة ما أدري هلما لأنه حزن عالية والحزن إن هما ما استغلوها لما كانوا يعرفون إنها حقيقية فبعد كذا يكملوا حياتهم والله يعني شي غريب الصغار قال أوكي طيب كفيف أوكي ما تشوف أنت بابا أنت بابا في الأخير عادي كفيف مو كفيف أنت بابا يعني 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 تقبلوا القصة هذه أكثر من أي حال ثاني فعادي متقبلين الحين أوكي أنا أبويا كفيف أبويا ما يشوف عادي فهذه يمكن أبسط ناس تعاملوا معي اجتماعيا كانوا عيالي ويعني يعني طبعا يبقى بعد ذلك شعور الناس بالشفقة وشعور تجاه المكوفين وعادي أنت ما شاء الله قابلت يعني محمد سعد يعني كفيف بلس يعني ما شاء الله تبارك الله عليه يعني واحد من الناس اللي عدوا مرحلة الشفقة هذه بمراحل الله يعطي ألف عافية الشفقة تجي من حسنية وهذا هو يعني كيف تصل لك الشفقة وشهدك تقول المبصرين كيف نتعامل مع الشخص الكفير يعني أنا أنا عارف أنه هم كلهم يتعاملوا بحسنية أنا من قاعد أزعل منهم لكن لكن أحيانا أنا اللي أرضاه أوكي تشفق ما تشفق يعني ما عندي مشكلة ويعني ما هي مصيبة كبيرة إذا هو أشفق علي يمكن مصيبة يعني أنا أذكر مرة في الطيارة طبعا سافر كثير لوحدي حتى سافر خارج المملكة الوحدي تقول أني سافرتي إلى لندن قبل فترة قصيرة لكن المشكلة مرة كنت في الطيارة وأنا أذكر كده حاسة سادسة أقدر حسني في وحي طالع فيها فأنا جالس كده في العرض وعلي كده يعني الحقين مضيفة الطيران قالت لي إيش تبغى تشرب عصير ولا قلت لهم لا أنا بشرب بيبسي ما أسوق لأحد فأشرب بيبسي فقامت جبت لي كده علبة وحطت لي إياها وأفك طبعا أنا بنقول حاس في أحد قاعد يطالع فيها فجأة كده فتحت البيبسي طبعا أنا صح أني شخص كفيف لكني أسمع وكونه متركزة كل الحواس عندي في السمع ما أقول لك أنه سمعي خارق لكن سمعي يعتبر مركز علينا فأسمع وحدة تقول للي معها تقوله واو فتح البيبسي لوحده كنفسي كنفسي قل لها طرحنا في العزائم وإحنا صغار نفتح البيبسي وإحنا نسولف معناس ثانين فيعني هذه ما تحتاج لي بصر عشان أحنا فتح البيبسي كنت بقول له وأشرب لوحده وأبلع وأبلع كمان ويعني أسوي كل يعني سبحان الله يعني أنا مواجزة الحياة فوالله لو تشوف المكوفين اللي زي محمد ساد عاد أنا يعتبر أنا يعتبر حتى المكوفين يسخرون مني يقول له أنت تكفيف نص نص كفيف كفيف أي كلام أقول لك يعني يلعبون قرط قدم الحين أنت تقول له أنه تعلمت أشياء الكفيفين أيش أشياء الكفيفين ما تعلمت لغة بريل أنا ما حتشتها أعلمي القارئ وهذا الأشياء أيه القارئ الآلي وكذا تعلمت كيف أستخدم الأجهزة الإلكترونية حق المكوفين كيف أنه حتى تعلمت كيف أرسم وأنا كفيف وكيف أفهم الرسومات لأنه كشخص مهندس الرسومات جزء كبير من شغلك ومن هذه فتعلمت كيف يعني أحول الكتب العادية إلى صوت من خلال السكانر وتطبيقات أو صوفتويرات التعرف أو تحويل الصور إلى نصوص وصوفتويرات تحويل النصوص إلى صوت يعني قدرت أن أنا أتعرف على كل الأشي أجهزة التي تخليني أقدر أكمل الجامعة وكذا فهذه الأشياء التي تعلمتها تعلمت كيف يعني أستخدم أدوات التنقل وإلى الآن الحمد لله قاعد أستخدم أشياء والآن صرت أعرف أستخدم تشات جي بي تي فيعني الأمور أمور إلى خير والآن خلاص أنا أتوقع يمكن التقنيات الآن ستوصل لمرحلة يمكن لو خلصت شريحة نيورولينك اللي شغال عليها إيلون ماسك تحط في الراس وتوصل المعلومات إلى الراس مباشرة ثاني يمكن حتى كل الإعاقات الحسية زي إعاقات البصر والسمع وهذه ممكن كلها تختفي مستقبلاً هل مستعد تجرب تكون من أولي اللي يجرب عليهم مثلاً هذه التقنيات والله أنا كنت متحمس لهذا الشيء بصراحة خاصة المأعلنوا أنه أي واحد يبغانا نجرب عليه يجي لكن لما شفت المضاعفات والأشياء قالوا والله أمورك تمام بس يمكن يمكن الشريحة أنا توصلت معهم يعني لا لا أنا ما توصلت معهم لكن لكن يعني طلعت على الأشياء وكنت ناوي أتواصل هلو فقالوا يمكن الشريحة فقالوا الشريحة حطت في راسك يمكن تسخن يعني عارف لما تقول لواحد والله أنا مخم مولع لا من جد حتولع مخك شريحة في مخك في وسط عصابك المخية وتسخن تعرف الجوال لما يسخن الآيفون لما يسخن زي كده بس في مخك قلت لهم والله أنا كفاية عندي إعاقات خلاص يعني معليش يعني أنا يعني خليها لحين خليها كده بعد شويتين كده مهند والله أنا أوكي أنا من يخايف حين ما يرجع لي بصري أنا خافت رح أشياء ثانية فلا خليها كده يعني إن شاء الله حيكون أنا رقم ألف خليه رقم ألف إن شاء الله رح أجرب لا بس بس هي بالي 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 إن شاء الله أجربها بإذن الله خليها بس كده بعد كم يعني يعني يمكن الحين ترى أكثر الناس اللي رح ينجربون الشريحة هذه هم الناس اللي عندهم شلل كامل هذا يمكن أكثر الناس اللي قدرين يقدموا عليها اللي عندهم شلل كامل فلكن يعني أنا مني متحمس حاليا أن أجربها فأنتظر شويتين بس هي هي واعدة واعدة بأنه حل لمعظم أنواع الإعاقات خلاص ما عد فيه طبعا نحن نتكلم عن شريحة تغرس داخل الدماغ ومفترض أنها يعني هي تقنية جديدة مفترض أنها تقدر تحل بعض المشاكل مثل الخراف الإعاقات العصبية وكذا يعني بشركة اسمها نيرولينك أسسها هي شريحة أيو هي شريحة إيش تسوي شريحة هذه تستقبل المعلومات وترسل المعلومات مباشرة من الدماغ هذه بكل بساطة فكر بعد كذا إيش التطبيقات اللي ممكن تسويها لهذه الشريحة إذا صار يمديك تستقبل المعلومات مباشرة في الدماغ وترسل المعلومات مباشرة من الدماغ من خلال البلوتوث ومن خلال أي طريقة فإذا أنت استوعبت هذه الشريحة تقدر تفكر في مليون استخدام لهذه الشريحة اللي تضبط فإن شاء الله إذا ضبطت حيكون يعني شيء جديد في التاريخ البشري فأقول لك يعني الآن إحنا مش كنا نتكلم إحنا لف لفنا شوي بس أنا برجع لك بسالفة الهمة والطموح يعني متى بدأت تجيك؟ هل هي كيف طاقة تجي؟ هل هو شعور داخلي؟ يعني كيف تنهض؟ يعني أحيانا التحديات التحديات يمكن يعني الطاقة اللي أنا أستلهم منها التحديات أول شي طبعا يعني ثقتي برب العالمين ثقة عمياء بأن رب العالمين ما خلقني عشان يضيعني بأن رب العالمين يعني وأقولها للجميع يعني أنه رب العالمين أعلى بكثير من أنه يعني يقدم لك الضرر بدون ما يكون لها في الأخير عقبة جيدة والدنيا هذه عبارة عن معادلة لها طرفين أو ميزان له طرفين الدنيا والآخرة ربي حرم الظلم على نفسه فبالتالي يعني أي في معادلة في هذه الحياة لو ما كانت المعادلة في داخل الدنيا فهي الدنيا مع الآخرة غير هذه النقطة أنا أستلهم وهذه النقطة يعني أنا مجربها في حياتي بنفسي ويعني أشوف العدالة بنفسي في الحياة اللي تحصل معايا الحمد لله وإن كان ما في عدالة ففي عدالة في الأخير في الآخرة لو في شيء ما أخذته في الدنيا حتى تأخذه في الآخرة غير كذا أنا أستلهم من قصص الناس اللي يعني أنا عندي طبعا أصدقاء فوق الأرض وأصدقاء تحت الأرض ما بك طبعا أتخاف ولا شيء فلا أتخاف ما هم جنة أصدقاء تحت الأرض من الناس اللي عبروا التاريخ وتوفوا وكيف كانت تحدياتهم وكيف عاشوها فأنا عندي كتب كثير وقصص كثير يعني أستلهم منها لما أشعر بالضعف يعني لا يجي في بالك أنه أنا لا أشعر بالضعف أو أشعر بالإحباط أشعر بالضعف والإحباط وحيانا حتى أبكي في جلساتي الوحدي ما أحب الناس يجيوني وأنا أبكي لكن حط في بالك أنه أنت يا حاتم لو سقطت في بير بعد الشرع عنك طبعا لو سقطت في بير فأنت لا تموت بسقوطك في البير بوجودك في البير أنت حتموت لو ما عرفت تطلع بعدين من البير فأنت يعني لا تغرق بسقوطك في الماء وإنما في بقائك هناك فكيف لازم أنك تطلع من هذا البير البير اللي أنت سقطت فيه فبالتالي أنا ألهم بناس حوالي ألهم بتحدياتهم عندي عناد من صغري بأنه أقدر يعني أقدر أنه أنا أواجه أي تحدي بإذن الله يمكن أشرايك لو كملت على التحديات اللي مرت فيها بعد الحادث حكي عشان توضح الفكرة بعد كذا خليني أدخلك على قوانين خنفشارية سويتها في مواجهة التحديات يلا خذ راحتك الموضوع اللي عندي التحديات إذا خلصنا من التحديات طبعاً تحديات المالية بعد ما أنا سويت مركز استرلاب للتدريب والتدريب المتكرين بعد كذا يعني حصلت الأزمة المالية حق البترول ووجدت نفسي أنه ما أنا عارف أكمل في مركز استرلاب للتدريب فقررت أنه أنا أطلع من المركز وأطلع من ريادة العمال وخش في اللي هو موضوع الوظيفة أتوظف وقتها طبعاً صنعت لي سمعة كويسة كمستشار وخبير في الابتكار فلحت أبقى أتوظف لحت أبقى أتوظف قابلت أحد المسؤولين في أحد الجهات وقال لي إيش خبرتك قلت له أنا خبرتي من 2008 إلى 2015 تقريباً ست سنوات خبرة في مجال الابتكار خبرة كرئيس تنفيذي لمركز استرلاب لتدريب المبتكرين قاله أوكي يعني خبرتك صفر صفر كيف صفر؟ يعني أوكي يعني كاسرني في السنوات بس مو صفر قال لي لا إحنا ناخذ بالخبرة اللي تكون في جهة محترمة يعني أنا مركزنا كمو محترم ولا إيش بالضبط قال لي يعني جاي حكومية شركة كبيرة يا ربي رجعت مرة ثاني أشعر بأني ولا شي مع أنه أنا في لما تبدأ بيزنس تشتغل كل شي تتعلم الشي اللي تتعلمه في أي مكان ثاني أضعاف أنت كل شي أنا كنت رئيس مجلس الإدارة والتي بوي في نفس الوقت صباب الشي والقهوم أنا كل شي كنت خاصة في البداية وظفت ناس وكذا وسوينا مشاريع قلت لك مشاريع مع الأمم المتحدة ومجلس تعاون الخليج وفالأخير أنا طلعت صفر فعرفت أنه لازم إيش أجمع شهاداته كذا علشان لعلي أثبت له من أنا من صفر ورحت وكملت الماجستير في الجامعة وعاد الماجستير هذا له قصة في قصة أنه كيف جبت الفلوس حق الماجستير فطبعا وبعد كذا موضوع قررت أنه قلت أبغى أخذ شهادة يعني إيش في الشهادات اللي الواحد يتوظف فيها قالوا فيه شهادة مرة صعبة اسمها الـ PMP اللي هو محترف إدارة المشاريع حتى واحد قال لي ترى هذه أصعب شهادة غير متخصصة في العالم وقال لي ترى وعلى فكرة أحيان ناس كثير يحطون قدامك جدران زجاجية وحتى جدران وهمية تكتشف بعدين أنها ما كانت موجودة واحد يقول واحد قال لي أنت تعرف أنه رئيس الفرع حقه المنظمة هذه حقه الشهادة في أحد الدول الخليجية وهو شخص طول عمره عايش في دارة المشاريع ما قدر يجتاز هذا الاختبار إلا في المرة الثالثة ويعني وأنت شخص كفيف وأنا دائماً أقول لشباب من أكثر أشياء لتعلمتها في فقداني للبصر أني ما أتأكد أنه قدامي جدار إليه أصقع في بوجهه لأنه في كثير من أحيان ما يكون في جدار أصلاً وأقوم أروح لكذا في واحد من الأعياد يعني أنا مو جو أعياد كثير يعني فأروح كذا أعزل عن الناس وقت العيد جهازة العيد وأمسك هذا الكتاب والأشياء هذه والفيديوهات في اليوتيوب أتعلم هذا المحترف في دارة المشاريع وقلت بروح أختبر أول مرة كذا أتعلم بروح أختبر وأفشل في الاختبار عشان أفهم الاختبار هذا وأجيبه المرة الثانية صح كم معايا أحد الأصدقاء يدربني لاي مسي بالخير مروان العريني فأخدت القصة هذه واتدربت عليها وطبعا كان المشكلة أنه كيف يختبرون شخص كفيف رح طبعا قدمت عليهم ورسلت لهم وكذا وفي الأخير يعني تعرف الناس اللي في الدول الغربية متقبلين للأشخاص المكفوفين أكثر من بعض الدول الثانية على قلب ذاك الوقت فقالوا له أبشر نختبرك حنشوف طريقة ونختبرك وقالوا له لازم تروح تختبر في عمان ودبرنا لك طريقة بس في عمان ورحت اختبرت الاختبار كان ثمانية ساعات خلصت الاختبار وجاء في الأخير خلاص قام قل للشخص اللي معايا ها ما تبغى حتى نمت في وسط الاختبار قل لي ما تبغى تعرف إشان نتيجة حقتك قلت لا ما بعرف أنا جاي بس أبجرب قل لي أنت نجحت في الاختبار بالمستوى الأعلى شو هل كان في جدار فعلا لا ما كان في جدار واخدت البي ام بي كنت أنا ممكن تقريبا الأول في الشرق الأوسط كفيف ياخذ البي ام بي حتى كرمني رئيس الفرع حق الشرق الأوسط أنه أول كفيف ياخذ الشهادة هذه من أول مرة فمولين أنا خطير لا لأنه كانت الجدران اللي محطوضة قدامي مها موجودة أصلا ورحت واختبرت اختبار الآيلتس واختبار الجيمات واختبرت كل الاختبارات اللي كانت صعبة وحمد الله تيسرت ما أقول لك أني أخذت فيها أعلى شيء وعلى فكرة الناس يحسبوني في كل التحديات اللي مريت فيها كلها نجحت فيها لا أبدا يمكن بس السيرة الذاتية أحط فيها الأشياء اللي أنا نجحت فيها لكن يبغى لي عشرين صفحة عشان أقول فيها الأشياء اللي صقعت فيها بجدار فعلا وبعد كذا كملت الماجستير الحمد لله ولقيت لي وظيفة على قصة الشفقة أن أقبل الواحد يعني يشفق علي وكذا ما أحزن كثير لكن مشكلتي لمن توصل الشفقة إلى أن الواحد يسير مو مستعد يعطيني فرصة يوظفني لما يجي واحد يشوف حق السيرة الذاتية ويلقاها ما شاء الله مليانة لو تشوف حق حق اللينك دين مليان شهادات خلاص من بعد ما نجحت في البي أم بي جاني إدمان شهادات ورحت اختبارات 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 صرحوا هنا سيرة ذاتية كبيرة يشوف الواحد يشوف الشهادة يقول هذا فوق المستوى المطلوب أول ما يقابل ويقول أوه أنت كفيف وبدأ يسألني طبعا بدل ما يسألني عن السيرة الذاتية يبدأ يسألني أنت كيف تروح الحمام يا ساد أنت كيف تستعلم الجوال أنت كيف هقول له هذه المنجزات كلها قدامك ما في دعا تسألني كيف سويتها خلاص أنا سويتها للأسف ما كان أحد رافي يعطيني فرصة أني أوريه أنا شقدر أسويه يعني كنت أقول واحد كان يقول لي مهند الحين أنت عشان وظفك لازم نكسر لك الجدران ونسوي لك مصعد خاص ونسوي لك الحق النزول شباك النزول حق غريندايزر ولا نسوي لك الحق باتمان يعني أنا أقول له بس وريني وين مكان المكتب وينسى الموضوع أنا خريج جامعة الملك فهد للبترول والسلالم يعني حقينا الطلاب يعرفون أكثر جامعة فيها درج في التاريخ تجي تروح من قاعة لقاعة لازم تنزل درج ثم تطلع درج ثم تنزل درج ثم تطلع درج يعني أنا فهل لما يوحد يطلع الدرج لكن يطلع وينزل يطلع وينزل يطلع وينزل درج عشان يوصل لقاعة في نفس المستوى فهذه فقط موجودة عندنا فبالتالي واحد يدرس في هذا المكان إيش تقوله أكسر لك فللأسف ما يعطوني فرصة أول مكان أعطوني فرصة مركز الملك سلمان للشباب توظفت فيه أول ما عرضت عليهم قالوا لي مهند إحنا هنعطيك مهمة لو عرفت تسويها إحنا نوظفك أنا هذا اللي أبغاه أنا ما أبغى أحد يضفني كذا حزين علي أنا أبغى أحد يعطيني فرصة يجربني لكن للأسف كثير من الناس يرفضني ويدعي بأنه أنا ما أقدر وحتى ما أعطاني فرصة أعطيني فرصة فهذه الأشياء الاجتماعي اللي أنا ما أحبه فبعد كذا توظفت في مركز الملك السماء للشباب بعد ما أعطوني فرصة والحمد لله قال لي أنت سويت أكثر من اللي إحنا طلبناه منك فبعد كذا الحمد لله يعني للأسف المركز يعني دمج وألغي فطلعت ورحت المؤس العامة للمنشآت الصغيرة المتوسطة منشآت وأنا الآن أبشرك كان طموحي وأنا في بعد الحادث أنه أشتغل أي شغلة لا علاقة بالابتكار من قريب أو من بعيد الحمد لله أنا الآن مدير منظومة الابتكار ورئيس أو مدير برنامج تفعيل منظومة الابتكار الوطنية تحت برنامج تفعيل منظومة الابتكار الوطنية تحت برنامج التحول الوطني ضمن رؤية المملكة عشرين ثلاثين فبفضل الله ونعمته نخش في القوانين خلنا من القوانين شوي يعني مبارك مبارك الدكتورة بنجيها ومبارك الوظيفة المرموقة حقيقة والجميلة واللي هي مفصلة عليك لا أفكر في أحد أنسب لهذه الوظيفة منك وأنا أقول لك سر أنا اللي اخترعت الوظيفة هذه رحت هناك ويعني ساهمت مع فريقي في أسيس هذا القسم كذا ضبطت العلاج علي قلت لهم أيوة يجب أن يكون ويجب أن يكون ويجب أن يكون بعد ما سونا القسم وكل حاجة قالوا لحظة يلا خلينا ندور على واحد يمسك المنصب هذا مين 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 اللي عنده هذه المواصفات مين أنا طيب يلا ما في مشكلة خليني أمسك حاليا ويش هدف الإدارة هذه هدف البرنامج هذا بدل ما ندعم المبتكرين على طول يعني خليني يمكن الأجامل شابكة مع بعض خليني أخش لك في حلم إذا حبيت أتكلم عنه الآن حلم الأميمات الأربعة لأنه علاقة بهذا الموضوع فتبغاني أتكلم عنه الآن ولا قال نجي لأنه صحي صح حلم الميمات الأربعة بدأ بعد الهادث ولعله قاعد يتحقق الآن عن طريق هذا المنصب دعونا نرجع لحلم الميمات الأربعة ما هو هذا الحلم أنا كان عندي طموح أنه أنا أسوي ابتكارات لدعم العالم الإسلامي أمتي الأمة الإسلامية أبغى دعمها لأنه أنا كنت عايش في العصر الذهبي الإسلامي اللي المسلمين اخترعوا فيه تقريبا كل شيء ابتداء من كبسولات الدواء إلى أول روبوت إلى إلى أن وصلنا حتى لمرحلة أنه هم اللي اخترعوا البروتوكول حق الأكل اللي هو في البداية المقبلات بعدين طبق الرئيسي بعدين الحالة فكل هذه الأشياء فأنا عشت في هذا الموضوع وكان كذا عندي طموح يعني أكبر بكثير من حياتي وهو أنه أسوي شيء زي كذا فلما حصل الحادث وأنا في المستشفى اكتشفت بأنه ربط الحلم هذا حق العالم الإسلامي بشخص واحد ممكن أنه تدعسه سيارة غير منطقي فقررت فقررت أنه بدل ما أخترع الاختراعات أخترع المخترعين فلو اخترعت مليون مخترع وكل واحد سوى الاختراع هذا أو سوى اختراع واحد ساعتها أنا حققت نفس حلمي ولكن بطريقة أكثر استدامة اللي صار قررت أنه أسوي الميمات الأربعة وطلعت في أول لقاء تلفزيوني بعد الحادث ممكن يعرفوه اللقائي مع الدكتور محمد العوضي في قناة الرسالة موجود على اليوتيوب وطلعت في القناة هذه وذكرت موضوع الميمات الأربعة مليون مخترع محترف مسلم محترف طبعا الحلم هذا تعدل مع الوقت ليش؟ جيت بدأت وقلت لهم يلا حتى بدأت أتكلم مع غرفة غرفة يعني منظمة التعاون الإسلامي وغرفة التجارية الإسلامية وحتى البنك الإسلامي للتنمية وأبدأ معهم نبدأ نسوي هذا المنجز وهذا المشروع الكبير وأعلنت حتى للناس في 2010 بدأت أشتغل على هذا المشروع في 2010 وكان ضمنها مركز استرلاب للتدريب لأنه زي ما تعرف يعني أي حلم ما يتسوى عليها مشاريع وأدوات تنفيذية وخطط يظل حلم وبدأت حتى في أن أنا أسوي كتب سويت 14 كتاب وأول كتاب كان الكتاب اللي أنا كنت أدور عليه وأنا الصغير سميته كيف تكون مخترعة لما بدأت لما بدأت رؤية المملكة 2030 لمعت في عيوني فكرة جديدة ليش ما أبدأ فقط من السعودية من دولة وحدة في عام 2020 أطلقت الهاشتاغ الوطن الأكثر ابتكاراً فقررت أنه إلين 20-30 أركز بس على السعودية وأبدأ يعني وأبدأ في قصة التحويل السعودية إلى منظومة ابتكار لأنه لما سويت الكتب والتدريب أكتشفت أنه قاعد أجهز الناس وأدرب الناس أن هم يصيروا مبتكرين ومخترعين وأدخلهم في الأنبوب حق العالم الاختراع ما يطلعون من الجهة الثانية في تسريب في الأنبوب ليش ما ينجحون أكشفت أني أضع بذور في تربة ما هي صالحة للزراعة وبالتالي بذور هذه تضيع عبث وبدل ما أسوي كمية كبيرة من المخترعين المحترفين أسوي كمية كبيرة من المحبطين المحترفين فقررت أن أنا بدل ما أسوي الميمات بدل ما أسوي البذور أسوي التربة أسوي منظومة ابتكار فبدأت في عشرين عشرين أن أحاول أخل السعودية منظومة ابتكار مثالية إلى عام عشرين ثلاثين فبدأت في عشرين عشرين يعني أسسنا يعني مشروع واقترحناه على برنامج التحول الوطني له مشروع تفعيل منظومة الابتكار الوطنية واللي فكرتها أنه بدل ما نشتغل على المبتكرين نفسهم طبعا أنا غيرت كلمة مخترع إلى كلمة مبتكر وحتى غيرت كلمة مسلم إلى من العالم الإسلامي فسوات كده تعديلات همشي أناور بس ما استسلم فاللي حصل أنه أنه أسسنا هذا البرنامج فكرة أنه ما يركز على نفس المبتكرين بل يركز على الجهات الداعمة لهم فالجهات الداعمة لهم ندربهم نجهزهم نثقفهم نحطهم جنب بعض جنب بعض كأنك عندك مصنع في العديد من المكاين الإنتاج اللي مره رهيبة لكن كل مكينة شغالة لوحدها فأنت كيف تحطهم مع بعض بحيث أنهم يسووا خط إنتاج سلس فأني أبغى نسوي خط الإنتاج بحيث لو دخل مبتكر من البداية يطلع في النهاية قصة نجاح والحمد لله قاعدين نشوف التحقيق قاعد يسير في هذا الموضوع بدأنا من عشرين عشرين نحن الآن في بداية عشرين أربعة وعشرين وقاعدين نشوف نتائج حلوة وابتكارات تتحول إلى قصص نجاح ولو صارت السعودية إن شاء الله في عشرين وثلاثين منظومة ابتكار مثالية حتشوف بدل ما تشوف عدد كبير من المفتكرين وعدد كبير من الاختراعات اللي تنحط في الدرج حتشوف في الأخير قصص نجاح عالمية بإذن الله جميل يعني أدري أنه ممكن اللي يسمع هذا الكلام الآن يحس أنه كلام في الهو وأهنك على هذا التحول أنك تحولت من أنك تجيب واحد فعلا في بيئة غير داعمة وتخلي ويطلع مبتكر بيصير محبط في النهاية فتذكرت قصة قرأتها قبل فترة ودي أشاركك القصة هذه وشارك المستمعين تأكيدا لبركة هذا التحول تمام فيه كتاب اسمه كريتيفتي إنك أو معرف يعني شركة الإبداع أو شي هو غير مترجم اللي كتبه واحد من أكبر المبدعين المعروفين يعني في أمريكا وهو مؤسس شركة بيكسار اللي هي تنتج أفلام وإنيميشن وكذا والآن في ديزني وهو مهندس كمبيوتر أصلا هو ليس يعني ما هو حق أفلام هو حق هندس كمبيوتر بس هو اللي اخترع فكرة أنه نسوي أينميشن بالكمبيوتر فكان الأينميشن قبل هذا الشخص بالورقة والقلم حتى ديزني وكذا فهو سوى كان عنده حلم دائما أنه يبغى يسوي أينميشن بالكمبيوتر يشوف أنه هذا المستقبل يعني فهو القصة هي مو القصة يعني بس الشيء اللي أبغى يقوله اللي هو دخل في هذا الجانب فيقول أن روسيا وأمريكا كان بينهم تحديات ومدريش ومدريش وانتسرت روسيا على أمريكا في جانب معين تقني فكان ردت فعل الحكومة الأمريكية أنه أنشأت مركز أبحاث في جامع من أكبر لجمعات أمريكا هدفه التطور التقني في مواضيع متعددة منها كان الاجياء البصرية فأنشأت الحكومة الأمريكية ردنا على تطور روسيا في بعض في جانب معين في قصة سياسية شهيرة صارت هذا المركز الوطني للأبحاث حطت فيه فلوس ودعمت الناس هذول هو كان من ضمن هذا المركز فهو واللي أسس أدوبي اللي هي شركة حق فوتوشوب وما فوتوشوب ومدرمين وعدد قال كذا كم اسم من الناس اللي الآن هم من النوابغ اللي نعرف إحنا كل منتجاتهم وكذا كلهم كانوا في هذا المركز واستفادوا منه فأنا أقرأ طبعا هو كان يقولها كقصة كذا عابرة فأنا أقرأ يعني لفتني جدا هذا الأمر إن كيف هذا التربة على قولك اللي أسستها الحكومة أو التشريع أو الجامعات أو في حالتنا الرؤية والوزارات بكل يعني أذرعتها هم صنعوا تربة قالوا بنسوي كذا ونجيب هذول المهندسيين والناس الفنانين وكذا ونضبط موضوع الفيجول طلع منهم شركة أدوبي اللي هي غيرت العالم اللي اخترعت وطلع منهم يقول مخترع البي دي اف اللي اخترع صيغة البي دي اف هذي وبرمجها وكذا من هناك وطلع منها اللي سوى بيكسار اللي غير صناعة الفيجول للأبد وطلع منها كم اختراع حتى عسكري وطلع منها كم اختراع حسن في سنسورات الكاميرا شيء شيء مذهل يعني فهذه فعلا التربة هذه فعلا شيء اللي ما نعرفها إحنا كمستخدمين نهائيين كيعني الناس عادية بس هناك التشريع قاعد يبني وهناك فبس حسنت ان القصة مر لها داخل في الانتكار تعرف ليش انا تحمست مع رؤية المملكة عشرين ثلاثين اول ما ظهرت رغم انها ما كانت يعني وضعت اي برنامج واضح او كذا عن الابتكار كنت متحمس معاها بقوة لاني انا كنت عارف انه هذه الاهداف لا يمكن تتحقق من دون الابتكار وكنت عارف ايضا انه المملكة ما تحتاج الى بناء جهات داعمة للابتكار لانه المملكة مليانة جهات داعمة للابتكار لكن المشكلة الوحيدة انه هذه الجهات ما لها علاقة ببعض كل واحد جهة فاهم الابتكار بطريقة مختلفة كل جهة منها عندها اجراءات مختلفة وعايشة في داخل قلعة يعني او جزيرة بعيدة عن بعض فكنت ارى بانه احنا عندنا الجهات فهذا الخطوة الاولى خلاص عدينها الخطوة الثانية كيف انه هذه الجهات تعرف بعض ثم كيف انه هذه الجهات تشتغل مع بعض ثم كيف انه المبتكر يمر عليهم كلهم بسلاسة من البداية للنهاية كأنه يمر على قلت لك خط انتاج فهذا هو التحدي والآن يعني انا اراحن في هذا الموضوع والمملكة يمكن قبل سنتين السنة الماضية ارتفع مؤشرة الابتكار حقها على مستوى الدول خمسة عشر مرتبة لمن بدأت السعودية تمسك الطريق الصح كيف كيف دولة تتجاوز خمسة عشر دولة في سنة واحدة هذا منطقي متى إذا كانت أصلا الدولة هذه عندها طاقة كامنة عندها القدرات ولكن فقط تحتاج إلى هنسميها في اللغة الهندسة تحتاج إلى معايرة هذه المكونات فقط تعاير المكونات موجودة طبعا اللي بغير يعرف أكثر عن مشروع تفعيل المنظومة عن الخدمات اللي نقدمها عشان ما يشعر بأننا نتكلم في الهوى يدخل على موقع فكرة هذا هو الموقع الرسمي للبرنامج والمشروع اللي احنا شغالينا عليه جميل بنضع أكيد الرابط تحت وموفقين والله في هذا الجهد اللي يعني زيما قلت ما ودي الناس الحين تسمعوا تحسن كلام في الهوى لأن دائما هذه الأشياء تحتاج فعلا التربة حتى ونأخذت بعض الوقت لكن تطلع نتائجها بدون لا ندري إن لا دخل بالتربة ذيك اللي قاعدين الله يوفقكم تبنونها مبروك الدكتورة الله يبارك فيك دكتور مهند خلاص خلاص يقولون لك في البيت دكتور الحين أو لا في البيت لا والله بس أقول لك حاجة يعني لايج زاخير الوالد الوالد يعني أول أول كذا أسبوع لايج زاخير يعني كان فخور فيه مرة يقول للناس أنا ابني دكتور أنا ابني دكتور طيب الأسبوع الثاني انقلبت القصة عليها صار كلما يعني أي غلطة أي غلطة سويها أو هذا وانت دكتور هذا وانت دكتور يا ليش ما ترد والله يا أنا الجوال ما كان جمي أوه هذا وانت دكتور أبوي ايش علاقة هذه أنت دكتور فحين بسوي له ريفاند برجع برجع الدكتوران برجع الدكتوران للجامعة أقول وزي كده الحين في الشغل نفس الشي في الشغل أي قلوا له والله طيب انت تعرف تعرف النقطة الفلانية أو السوفتوير الفلانية والله ما أعرفه هذا وانت دكتور طيب يعني خلاص صارت أي حاجة غلطة غير مسموحة فكرهت الدكتوران الوعي لعنة ترى انتبه ايه فالضبط خلاص سرت يعني بس أنت كان في حيلة سويتها حتى نتقبر في الدكتوران أيوة كيف وصلت لك المعلومة هذه أعداد مضبوطة الأعداد مضبوطة طيب الله يستر الله يستر بس هم شي هذه اللي قلت أحذفوها من طيب الحين بقول لك الحين شوف إذا زعلوا الجامعة وسحبوها خلاص خيرا إذا سحبوها أنا أصلا خلاص خلاص بعد اللي صار لي آخر سبوعين أكتفت أني أنا ارتكبت يعني أنه غلطة كبيرة في حياتي صح أني تعذبت خمس سنوات ونص عشان أخذ الدكتوراه لكن أنا ما بأتعذب خمسين سنة قدام في هذه القصة اللي صار أنه أنا أول ما خلصت الماجستير طبعاً زي ما قلت لك أنا أحاول أني أقول للناس أنه أنا أقدر للأسف الناس يشوفوني كفيف ما يوظفوني يعني حتى صار يقولولي والله يا مهند لما نفتح إن شاء الله عندنا قسم لذوي الاحتجاجات الخاصة بنوظفك فيه خلاص يعني أنا مربوط بأنه لازم أسوي شيء لفئة الأشخاص ذوي لعاقة هم على العين وعلى راسي وشاركت أنا قبل فترة في اليوم العالم من الأشخاص ذوي لعاقة ويشرفني إن أنا أخدمهم قبل ما أخدم أي حال ثاني لك مو بالضرورة إن أنا لازم أكون مربوط فقط في دعم الأشخاص ذوي لعاقة فللأسف خلاص كلهم صاروا يحطوا في بالهم إن أنا مدام أني شخص ذوي لعاقة لازم أروح طبعاً أنا ما أحب مصطلح على الأشخاص ذوي لعاقة أنا عندي مصطلح خاص فيه ولا معاقة تعجبك فما ندري لش نقول الأشخاص ذوي التحديات الخاصة يعني كلنا أشخاص ذوي تحديات بس هذولي ذوي التحديات خاصة على مستوى الهارد مستوى الصعب فالحاصل يعني أنت ما شفتني مثلاً لما أبغى أدور على صابونة طاحة الحمام بالنسبة لك هذا تحدي عادي أخذ الصابونة وخلاص بالنسبة لي أنا أوف مأساة فالحاصل أنه جئت خلاص خلصت الماجستير أبغى أدرس الدكتوراه تحمست جامعة الملك فات بيترول معادن أعظم جامعة في العالم ما عندها دكتوراه في مجال إدارة الأعمال أنا كنت أبغى أدمج الابتكار في إدارة الأعمال وهذا يمكن انتقالي من عالم الاختراعات لعالم الابتكارات فيعني وعلى قصة وعلى قصة الاختراعات وعملي في الاختراعات تذكرت أنه أحد الكتب اللي يعني اشتغلت عليها وممكن أكثر كتاب بتاع أبني وأكثر كتاب أنا فخور فيه هو كتاب وأنا جبت لك نسخة طبعا جبت لك نسخة من هذا الكتاب خفية اللي مسوي وفاضي ما في شي فصار عندك كتاب زي هذا ما شاء الله الكتاب هذا يعني تقرأ وممكن يستخدم كدفع عن نفس يعني في ستة وثلاثين خطوة فيها مخرجات تغذي الخطوة اللي بعدها لما قررت أنه أنا أدرس الدكتوراه في إدارة الأعمال ما كان فيه دكتوراه في هذا المجال في نفس الجامعة اللي درست فيها الماجستير جامعة الملك فهد فقررت عفوا بس الماجستير من البترول أيضا أيوه درست الماجستير ويعني هم ما صدقوا وأنا تخرجت فقلت والله يوحشتون يا شباب خليني خليني أرجع للجامعة فاللي صار أنه من قررت أني أدرس الدكتوراه صار التحدي هنا أدرس وين كان فيه ثلاثة جامعات فقط في دول الخليج اللي حقها الشهادة الدكتوراه في إدارة العمال معتمدة من وزارة التعليم في السعودية الدكتوراه من جامعة الملك سعود الدكتوراه من جامعة قطر والدكتوراه من جامعة الإمارات العربية المتحدة قدمت على كل الثلاثة جامعة الملك سعود رفضت رفضتني بطريقة غريبة دقيت عليهم قالولي درجاتك مرة كويسة وحقك الشهادات مرة كويسة ومورك مرة تمام لكن تعال سلم الشهادات يدويا جيت سلمتهم الشهادات يدويا شكلهم كذا يعني ما يبدو لي والله أعلم استغربوا لما يشافوني كفيف بعد كذا قالوا لي يا مهند خلال الأسبوعين الجاية حنسوي لك مقابلة شخصية وبناء على هذه المقابلة الشخصية حنحدد هل تقبل أو لا تقبل قلت يا سلام من حقكم رجعت وكانسلت كل مواعيدي لأسبوعين أنكت وقتها مدرب في مجال الاختراع والابتكار ولازلت فقالوا لي والله يعني جلست أسبوع الأول ما حتكلمني الأسبوع الثاني ما حتكلمني الأسبوع الثالث وصلني إيميل والإيميل لا زال عندي في صندوق الإيميل الإنبوكس كيف أترجمها صندوق الوارد صندوق الوارد صح صندوق الوارد زمان طيب فصندوق الوارد كان مكتوب فكان فيه الإيميل بعد أن أجرينا المقابلة الشخصية معاك قررنا أنه ما نقبلك هل صارت المقابلة الشخصية معايا في الأحلام ما أتوقع التقنية هذه موجودة في سعودية ما قابلوني وقالوا لي رفضناك بعد أن قابلناك مقابلة شخصية أنا ما أبغى أفسر أترك التفسير للآخرين بعد كذا كلموني جامعة الإمارات وقالوا أنت مبدئيا مقبول حقك السيرة الذاتية كويسة لكن لازم نسوي لك الانتروفيو أنا هنا قلت لو شافوني الحين هيرفضوني فسويت الحيلة اللي أنت تدور عليها هتعف تحب الأشياء هذه أنت فبلغتهم قلت لهم أنا عندي سبعين مليون ظرف أنا ما أقدر أجيكم من الإمارات نبغى نسوي المقابلة بالسكايب لا ما ينفع والله يخليكم والله عندي ظروف وعندي كذا عندي كذا قالوا لي خلاص بنسوي لك المقابلة بالسكايب رحت عند صديقي يعني هو اللي دائما صديق الحيل سلطان المهندس خلينا أشهر فيه على الإعلام الله يمسي بالخير فقلت له أسمع أبواك تدربني كيف أطالع في الكاميرا فرحت في بيته استخدمت حقه اللابتوب وخلاني أطالع في الكاميرا وتدريبات ومكثفة فقلت له أسمع لو لاحظت أن هم بدأوا يشكون أمشي كذا من قدامي وسوي كذا أي حركات أو من ورايا سوي كذا أي حركات عشان تشتت انتباههم أمشي كذا ورايا وتشغل ولسوئي حاجة فجت في الانتروفيو وتكلمت كل حاجة وأنا أطالع في الكاميرا وقالوا أنت لقطة وافقنا عليك بعدين تكلموني الجامعة وقالوا لي يلا تعال عندنا عندنا أحضر عندنا عندنا كذا جلسة كذا حبية للتعريف بالتخصص قلت لهم لا أنا ما أقدر وكذا بس عندي طلب أبغاكم ترسلوا لي أبغا أرسلكم حق الديتشيل أحتاج عيني في السعودية تطبعوا لي بطاقة الجامعة ودفعا دفعت لهم الدفعة الأولى أبغاكم تطبعوا لي بطاقة الجامعة وأنا برسلكم ديتشيل طبعا أولي البطاقة كانوا جدا متعاونين وأرسلت الديتشيل وجبت البطاقة معايا في يدي الآن إيش معايا؟ خلاص مقبول أنا معايا مقبول معايا بطاقة الجامعة دفعت الفلوس ومعايا التعريف معايا كل شيء خلاص خلاص رحت الجامعة وحضرت في اليوم الأول مباشرة في أول محاضرة ما شافوني قبلها أول ما شافوني يا حاتم أسقط في يديهم أنت كفيف؟ أيو أنا كفيف؟ في مشكلة؟ طبعا يعني أعطوني وضعية أنه سمعت طردشت كلام أنهم كانوا يقولوا والله لو نعرف أنه كان كفيف كان يمكن ما قبلنا لأننا أول ما قبلنا شخص كفيف قبل كذا وللأسف هذول الناس يعني ما يعرفون أنه الشخص الكفيف ممكن أنه عنده أجهزة وعنده تقنيات فيتوقعون بأنه شخص الكفيف لازم تحوله الكتب إلى لغة بريل ولازم 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 فبدل ما يوظفوك أو يقبلوك ويبتلشوا فيك أحسن شيء يرفضوك وخليه يدور على أحد ثاني جامعة ثانية عشان المسؤولية فأنا حطيتهم أمر الواقع يبتلهم أشوفهم أنا أقول لكم من الآن أنا ما أحتاج منكم تحولوا الكتب حقي أنا عارف أن أنا رعبتكم بس أنا ما أحتاج أنكم تحولوا كتبي إلى بريل أنا عندي تقنياتي ولا أحتاج منكم لأي دعم أنا بس أبغى منكم حاجة وحدة وقت الاختبارات أعطوني دبل الوقت حقة الاختبارات الزملائي وهذا يعتبر تقريباً ستاندرد عالمي أنه شخص الكفيف تعطي له إيش؟ دبل الوقت ليش؟ لأنه يعني يقرأ ويكتب بطريقة أبطأ من باقي الناس بس هذا اللي أبغاه والحمد لله الآن هم نفسهم نفس الأشخاص اللي كانوا مرعوبين مني حق المقابلة الشخصية قالوا لي إحنا فخورين فيك طبعاً أنا معدلي يعني تقريباً ثلاثة فاصلة تسعة من أربعة فالحمد لله وأنا اختبر نفس اختبارات الجميع ونفس واجبات الجميع ونفس التقييم حق الجميع فيعني ليش أنتم تحطوا مسبقاً أنه الشخص اللي عنده الإعاقة ما يقدر جربوا جربوا بس هذا اللي أطلب منكم فهذه الحمد لله والآن تخرجت من الدكتوراه وأتمنى أنه زي ما وصلني أنه الجامعة الملك فهد صارت تقبل أشخاص مكفوفين وأتمنى برضو أنه جامعة الإمارات العزيزة على قلبي أنها برضو تصير تقبل أشخاص مكفوفين ابتداء من الآن لأنه خلاص تم تكسير الجليد ما في جدار خلاص ما في جدار الجدار صقع في وجه أبو دية فكسروا أبو دية والفرض اللي بعد يكون وضعهم أحسن وفرض يعني يرسلوا لي كذا أي فلوس أي حاجة أي حاجة يا فندم نسبة من كل نسبة من كل واحد أنا كسرت عليه الجدار بدل بدل خبطة مبروك والله دكتور رمهنة والله يبارك فيك الآن وش التحدي أنتو يعني ما تتغذى على التحديات وش تحدي القادم؟ لا فيه تحديات قادمة لسه إحنا يعني لسه كان بس أقول لك من الأشياء الطريفة جاء زارني ممكن تعرفوا للأرحمة الله عليه نجيب الزامل نعرف الله يرحمه الله يرحمه واحد من أروع الناس اللي ساعدوني معنويا في حياتي زارني في المستشفى وسألني سؤال قال لي مهند أنت ليش مبسوط؟ أنا متخيل أن أجعل واحد تعيس حزين بالشيء اللي حصل له هو لسه في مقتبل شبابه أنت ليش مبسوط؟ فقلت له شوف أنا إنسان أحب الأفلام والروايات وأتخيل حياتي كفيلم ورواية بقدمها للناس تستحق المشاهدة أو القراءة وهذه أمنيتي قال لي طيب إيش علاقة هذه بسؤالنا؟ قلت له الآن بدأ الأكشن الآن بدأ الأكشن في الفيلم قال لي أنت مجنون قلت له والله مجنون مبسوط أحسن من عاقل حزين وطبعا كتب عليها مقالة سماها الآن بدأ الأكشن كتبها توقع في صحيفة الاقتصادية أو صحيفة اليوم يمكن يكتب في صحيفتين رحمة الله عليه فاللي أبا أقوله أن التحديات لسه إحنا في البداية الآن عندي تحدي صناعة الوطن الأكثر ابتكاراً بكل ما أؤتت من قوة تحدي المليون مبتكر محترف من العالم الإسلامي لا زال فعال ويمكن يظل فعال لباقي عمري والآن شغال على تحدي جديد أنه استلهاماً من رسالة الدكتوراه أني أكتب كتاب رقم خمسة عشر بس هذه المرة حقت بالكتاب باللغة الإنجليزية وأستهدف فيه المجتمع العالمي وأخطط أنه أسمي الكتاب ها أقول الاسم ولا قول Innovation Nation يتكلم هذا الكتاب عن كيف صناعة الدولة المبتكرة ولعله يكون مرجع عالمي في كيف أنك تبني دولة وتبني منظومة ابتكار وطنية من الصفر إلى القمة بإذن الله بإذن الله مؤشر الابتكار اللي أنا إحنا كم رقمنا فيه؟ والله يشوف إحنا من 2014 تقريباً وإحنا دحدرة كنا في البداية يعني بمرتبة يعني في الأربعينات ويمكن حتى كنا في بداية الثلاثينة أو يعني 39 تقريباً ترتيبنا بعد كذا نزول 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 إليه وصلنا إلى ثمانية وستين في عام 2019 كذا كل سنة ننزل خمسة مراتب شيء مؤلم في ثمانية وستين بدأنا إيش نتحسن وصلنا إلى ستة وستين وعلقنا على ستة وستين كترتيب المفاجأة كانت سنة الماضية عام عشرين اثنين وعشرين قفزنا خمسة عشر مرتبة وصلنا إلى الترتيب واحد وخمسين السنة هذه قفزنا ثلاثة دول وصلنا إلى المرتبة ثمانية واربعين فواصلي وإحنا وراك وحسن هذا المؤشر أقرب مؤشر على نجاح أو فشل المشروع الذي تشتغل عليه أنا لا أحب هذا المؤشر لماذا؟ ونزلت مقالة نزلت مقالة قبل كم أسبوع حللت المؤشر العالمي هذا وحطيت اثنى عشر ما دي العشر ما دي الاثنى عشر توقع اثنى عشر ايوة اثنى عشر نقطة عمياء هذا أنا خبير بأي شيء في عميان فاثنى عشر نقطة عمياء في هذا المؤشر اثنى عشر خطأ في هذا المؤشر شرشحته حتى وقترحت مؤشر جديد كذا من راسي فاثنى الجاية بننزل إن شاء الله خمس سنة فشوه؟ بينزلونا في المؤشر عارف إش المشكلة؟ عارف إش المشكلة؟ أول واحد علق على هذه المقالة المقالة بالإنجليزي أول واحد علق على هذه المقالة البروفيسور برونو لانفان الأب الروحي لهذا المؤشر ورئيس المؤشر وكان وش رايه بالكلام؟ الشباب قلوا لي يا مهند ألغي المقالة ترى المملكة سترجع على 68 بعد المقالة حقتك فقلت لهم خارب خارب خلاص قرأ المقالة وعلق عليها فيعني هذا تتخيل كذا طبعا ما كف بالي أنه هو اللي بيعلق يعني أنا كنت كذا مقالة كذا بيتوتية كذا أنا واصحابي أنا واصحابي يعني تعرفت يعني تجلست فلسفة على الناس وأنا لو حاربت الأسد أنا حفوز عليه وأنا أصلاً وأنا فجأة تفتح الباب حق الاستراحة تلقى أسد قدامك يلا ألقم ألقم فنفس الفكرة الحين أنا هاتت المقالة وفجأة أشوف لا لا كذا أفتح الإيميل وألقى كذا صباح كذا يعني وإلقى مكتوب كذا يعني برونو لانفان علق على مقالتك يا سعد وأنا عيوني كذا مقفلة دوبين صح من النوم عيوني كذا فتحت نعم أنا أقول قابلت الرئيس حق اللعبة في أول مرحلة فهمت عليه الوحش الكبير الوحش الكبير قابلته في أول لعبة فبالتالي يعني هذا المؤشر هو يعني يؤدي يؤدي نوعاً ما وإن كان فيه أخطاء كثيرة لكن أنا بالنسبة لي بالنسبة لي المؤشر الحقيقي هي قصص النجاح هي الفلوس اللي تصرف في الاقتصاد من الابتكارات والاختراعات إذا الابتكارات والاختراعات ما وصلت لمرحلة إنها تنفع في الاقتصاد أعتبر إنها مضيعة وقت أنت تكلمت في أحد اللقاءات عن الجيمات الأربعة الميمات الأربعة لا عندك جيمات إن شاء الله حرفك واجد وأقول جدة وجودة وجدوى هو اللقاء قديم شوي وجاهزية وجاهزية اللقاء قبل 11 سنة أي وجهزية الخيمات اللقاء هذي هذي كأكمل سؤالي الأخير بشرنا عن أم سيف بعد أن يعني تطمنت على حياتي والله ما أدري هي تطمنت ولا لا صلاح هي عاد شريكة المغامرة من مغامرة لمغامرة والمشكلة إنه أول ما تحس بأنه انتهينا فجأة طلع لها أنا بفكرة جديدة ويلا أنت معايا فيها فأنا أنا أممكن يعني على قصة المغامرات والتحديات ودي أقول بس القوانين الأربعة للتحديات إذا تسمح لي أنا بعد الفترة هذه كل شو واحد يسألني طيب كيف نتجاوز التحديات فحبيت أن أشوف كيف من خلال قصتي من خلال قصة الآخرين كيف يعني نضع منهجية للتغلب على التحديات فحطيت أربعة قوانين القانون الأول أنه كلنا نمر بصعوبات كل بني آدمي في هذا الحياة نمر بصعوبات حتى إيلون ماسك حتى جو بايدن حتى عبد الرحمن أبو مالح يمر بتحديات وحاتم يمر بتحديات كل أسه يمر بتحديات يعني حطيناك مع إيلون ماسك يعني أوكي يعني كلنا نمر بصعوبات فهذه خلاص خلصين منها هي يعني زي ما في سورة البلد خلق الإنسان في كبد كل الإنسان في عنده صعوبات القانون الثاني الصعوبات ممكن ينظر إليها بطريقتين ينظر إليها ك عائق أو ينظر إليها كتحدي وفيه اختلاف كبير بين الاثنين رغم أنه ناس يجبوا أوكي نفس الشيء هي سعيدة خمبارك تميتو تماتو نفس الشيء لكن الفرق بين أنك تشوفها كعائق كطريق مسدود وبين أنك تشوفها كتحدي ممكن أنك أنت تحاول فيه هي قوة الأمل قوة الأمل وفيه يمكن تجربة مشهورة ممكن تدوروا عليها اسمها قوة الأمل أو the power of hope ممكن توضح لكم الفكرة هذه لو دورتوا عليها لأنه أخاف أن الوقت ما يكفي أن أشرح التجربة هذه فهذا هو الفرق التحديات القانون الثالث أنه التحديات عبارة عن ثلاثة أنواع فيه تحديات مفاجئة فيه تحديات متوقعة وفيه تحديات اختيارية تحديات المفاجئة زي الحادث اللي حصل لي لا على البال ولا على الخاطر ساعتها أنت دورك أنك أنت أوش تتمالك نفسك ما تتخذ قرارات غلط تحاول أنك أنت يعني تخفف السلبيات وتحاول أن يقدر الإمكان تبدأ تتكيف مع هذا الوضع الجديد وتنسى وضعك القديم وهذا يمكن الناس اللي فقدوا بصرهم بعد ما كانوا يشوفون يمروا فيها أكثر من الناس اللي ولدوا أو يعني فقدوا بصرهم على صغر النوع الثاني اللي هو التحديات المتوقعة اللي هي يكون فيه تحدي معين أنت عارف أنه بيجي مثلاً الاختبارات ولا عندك مثلاً فلوس تدفعها في آخر السنة أو شيء زي كذا تحدي أنت متوقع أنه حيجي طبعاً في بعض الناس اللي لا يهديهم اللي حاولون التحديات المتوقعة إلى تحديات مفاجئة هذا اللي يجي يقول لك وي بكرة امتحان فهذا هو يعني الناس اللي لا يتعارف ترى من أول السنة قليل لكم فهذا اللي طبعاً تميز بالتحديات المفاجئة أنه تقدر تخطط وتخطط الخطة ألف والخطة با وتجرب السيناريوهات المختلفة وتقدر توصل ألذ التحديات هو النوع الثالث اللي هي التحديات الاختيارية اللي هي التحديات غير إجبارية أنت تختارها بنفسك مع سبق الإصرار والترصد وتبدأ تكمل في هذا التحدي وأول شيء تختار التحدي صح تشارك فيه مع الناس الصح وتبدأ تقاتل اللي توصل إليه ولو ما وصلت له تناور وما تستسلم أهم شيء في كل هذه أنواع التحديات الثلاثة أنه أنت ما تستسلم لأنه الاستسلام ليس له أي فائدة فقط هيستغل الشيطان أنه يراكم عليك الإحباط فأبدأ ناور وحاول ناور وحاول إلى نهاية حياتك القانون الرابع هي يمكن مقولة للدكتور سكنر أحد المخترعين المشهورين كان يقول يعني ليس خطيئة بأنك تفشل لأنه ربما يكون الظروف ما كانت مناسبة لكن الخطيئة الحقيقية أنك تتوقف عن المحاولة أنا يعني أنا وعندي رسالة أخيرة ودي أوصلها يعني الغالين على قلبي تسمح لي خضراتك بما أنه الآن نحن في بداية سنة جديدة الله يجعلها بخير والبركة أبغى أحمس أذان الجميع بأنه من أشياء اللي تعلمتها في حياتي أنه اللي يبغى حياة مليئة بالمنجزات لازم يتمناها مليئة بالتحديات لأنه ما في منجز حقيقي إلا وطبيعي يكون قبله تحدي حقيقي واللي يعني وأشياء اللي اتعلمتها في حياتي أيضا أنه جميع الأحلام متاحة تقريبا لجميع الناس زي ما البضايع متاحة في السوبر ماركت لكن كل بضاعة في جنبها برايس تاك بطاقة سعر توضح لك الثمن حق هذا الحلم الثمن من تضحيات عمرك من وقتك من علاقاتك الاجتماعية من أيام وفلوس متعتك وأنت بس عليك أنك تختار الحلم اللي تقدر تدفع تضحياته لأنه ما في شيء ببلاش أنا اخترت بأنه يكون حلمي المليون مبتكر محترف من العالم الإسلامي ومستعد أني أنا أضحي من آجل هذا الحلم بحياتي كلها وأنت لازم تعرف إيش الحلام اللي أنت تبغى تضحي فيها بحياتك و زي ما في الهاشتاغ أي واحد يعيق طريقك بس قل له دعني وأحلامي شكرا عفوا شكرا لكم شكرا لفريق وربع العظيم عمله على إنتاج هذه الحلقة عبد الكريم العدواني في الإعداد في التصوير بدرحمن العطاس والإضاءة إسماعيل شوقي في التسجيل والهندس الصوتية يوسف إبراهيم في التحرير جميل عبد الأحد في التلوين أحمد سالم في الإشراف على الإنتاج أيمن خالد وإدارة الإنتاج عبد المجيد عمر في إدارة محتوى تواصل الاجتماعي رفقه ليس فيعطيهم العافية جميعا وإلى أن نلقاكم الأسبوع المقبل بإذن الله كونوا بخير أمدي سؤالين من باب الفمول فقط تفضل الأول هل تعتقد لو الحاقف ما صار وهذا التحدي ما صار راح تكون اليوم الدكتور مهند بدي وأكملت ودكتوراه وحققت هذه الهجازات تعرف أنه أحيانا أنا أرفع يدي وأبغى أدعو بأنه ربي رجع لي بصري وأتردد ليه أقول ربما أنا كذا بسبب فقداني للبصر يمكن لو لو رجعت أو رجع لي بصري يمكن أتغير ويمكن لا أنا ما أعرف بس أنا خاف والله خاف فلما أرفع يدي أبغى أدعي رجع لي بصري أتردد فلذلك الواحد ما يعرف المستقبل إلا الله فلكن أنا عندي يقين أنه ربي يختار لي أفضل شيء بالنسبة لي فبالتالي يعني لو رجعت إلى إلى الوضع السابق فلن أختار إلا إختار لي يا رب العالمين هذا أسلم شيء ممكن أسوي والثاني مع الذكاء الصناعي والأي آي وكذا لو أنه حصل في طور معين يمكنك من استعادة بصري هل لتوافق أو لتردد في الموضوع برضو هتردد هتردد في الموضوع هذا يعني يقول لك حاجة أديسون كان شخص هذا معلومة ما يعرف هو ناس كثير كان شخص أصم ما يسمع أديسون كان سمعه ضعيف جدا فقد سمعه تقريبا في حادثه صغير فأديسون لما تطور العلم وقالوله يعني حتى هو يقول أديسون في مذكراته أنا ما سمعت العصافير من كان عمري 12 سنة زقصقت العصافير فأديسون قالوله لما كبر كبر في السن وصار في حل للمشكلة حق أذنه قالوله إشراك لنسوي لك العملية ورجع لك أذنه وبقى سمعك إيش قال أديسون قال لا أنا مستمتع بالهدوء اللي أنا كسبته في الحياة فأنا ما أعرف والله ما أعرف يعني لا تسألوني أسألة صعبة زي كده عبد الكريم سخف الله عبد الكريم يلا يلا معلش مرة هذه يعني الله يسر سؤال أسهل أبغى أسئلة صح خطأ اختيارات وصل قائمة ألف أحيانا هذا هو الدكتور وهذا سؤال لا إله إلا الله لا إله إلا الله أنا بدق على المشرف حقه أقول له سحبها بكم تأخذ الدكتور أنا بدأزلها في حراج الحجم أقول له رسالة دكتوراه من جامعة الإمارات استخدام حشمة استخدام حشمة معدل يعني مرتفع ألاحي سرور ألاحي سرور